اشتركوا في القناة الاهلي يحقق فوزاً تأخر بعد أربع مباريات بل وخمسة وتسعين دقيقة نجح الاهلي في تحويل تأخر واضح أمام امبي بهدف دون مقابل حتى الدقائق الأخيرة ليحول هذا التأخر إلى فوز يعود بيد الانتصارات في أثناء رحلته للتركيز على الهدف الأسمى حالياً وهو التتويج بدوري أبطال إفريقيا امبي قدم مردوداً رائعاً والاهلي حاول طوال المباراة وتأخر التسجيل حتى جاءت أقدام علي معلول الاثنتين سواء اليمنى بهدف التعادل أو اليسرى بهدف الفوز لتضع للأهلي ثلاث نقاط مهمة جداً تريح الأعصاب ولو بشكل مؤقت قبل الحديث عن مواجهة إسترن كومباني التي تسبق مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نهاية دوري أبطال إفريقيا ده في الوقت دي على مستوى العالم كيلين مبابي رسمياً باقن في فاريس بعد كل هذه الأحاديث وكل هذه التقارير وكل هذه الأخبار العاجلة وكل هذه الأمور الخاصة باتفاق وصل إليه ريال مدريد مع مبابي فاريس يعلن رسمياً بقاء اللاعب لمدة سنتين أخرين في حديقة الأمراء فيما يبدو أقرب للخيال تفاصيل كتيرة جداً في الماتش بعد ثوان قليلة فيلا بينا أهلاً بحضراتكم مرة تانية في الماتش النهاردة في الدوري المصري الممتاز الأهلي بيخوض مؤجلاته اللي يحاول اللحاق بمن سبقه على مستوى النتائج وعلى مستوى لعب المباريات وبالتالي جمع النقاط الزمالك وبيراميدز دخل الأهلي المباراة بغيابات كثيرة على مستوى خطي الدفاع وخط الوسط ونجح أمبي كما ينجح عادة في مواجهة الكبار في أن يفعل ما يريد يدافع بتنظيم واضح بانطلاقات من الأطراف بتهديد خطير لإيبوكا ومصطفى شلبي معتاد خلال الفترة الماضية ونجح في النهاية في تسجيل هدف في الدقيقة 75 عن طريق مصطفى شلبي فهو الحلوة قوي ومن المفارقات في الهدف اللي سجل بتاع مصطفى شلبي ده أن أمبي كان للماتش الثالث على التوالي عايز يعمل نفس اللقطة أن اتنين يقفوا واحد يمررها لإبوكا ينطلق يروح شايت ففضلوا يقولوا للحكم في واحد واقف من لعبة الأهلي في واحد واقف من لعبة الأهلي مش عارفين أرفضوا اللي هم عايزينه في واحد واقف قدامنا مش عشر ياردة فغيروا التاكتيكس لأن لعبة الأهلي كانت واضح أن يعم زكرة فولات أمبي ففجأة طلع لنا مصطفى شلبي يسجل هدفا رائعا في شباك محمد الشناوي وتقترب المباراة تدريجيا نحو النهاية عشان ساعتها يبقى فقدان ثلاث نقاط جديدة للأهلي في سلسلة مباريات لم يحقق فيها الفريق الأحمر الفوز ولكن مع محاولات الأهلي المستمرة والدفع بكل الأوراق الهجومية سواء اللي كانت بدأة أو اللي أضيفت إليها أو حتى إعادة لعبين من أصحاب الجوانب الهجومية زي حسين الشحات أنه يتراجع ليكون ظهير أيمن علشان يواصل الضغط والدفع بعد إصابة كريم فؤاد نجح الأهلي في تسجيل هدفين متتالين في سبع دقائق وقت محتسب بضل ضائع للكابتن محمد الصباحي علي معلول بيسجل الهدف الأول بعد رأسية من أحمد عبدالقادر تخبط في دفاعات امتي فترتد المعلول بيمنى هدفا في شباك جاد محمود جاد اللي تقلق خلال المباراة بإنقاذ عدة فرص وتصويبات من لعبي الأهلي إلى جانب الفرص اللي أهضرها لعبه الأهلي وأبرزها فرصة صلاح محسن في الشوط الأول من المباراة خلصت المباراة جمهور الأهلي بعضهم كان راضيا أحسن من خسارة وهنفضل مضغوطين شوية ومتضيقين شوية ولكن جاء معلول يرد أو أقدر أقول جاء أحمد عبدالقادر علشان يتفوق بلقطة ذكية جدا إنه تأخر ثانيتين على التمريرة فكان ضمن أكتر عدد ممكن من لعبي الأهلي اللي يكونوا جوه منطقة الثمنتاشر تمريرة من حسين الشحات أحمد عبدالقادر عرضية تمر من حسام حسن اللي حاول يلعبها بالكعب في الشباك لأنها كانت قوية جدا وتصل لعالي معلول اللي بيقتدار وبذكاء بدلا من أن يشتت الكرة بسبب قوتها عرف يحجم سرعة الكرة ويضعها في شباك فوز ديرامي مسير جدا للأهلي في اللقاء النهاردة على إمبي المجتهد جدا واللي بيقدم مباريات رائعة طلوة الأخرى وينجح الأهلي في العودة للانتصارات خسارة من المصري تعادل مع طلاع الجيش وسيراميك كريباترا قبل تعثر في الجولة الماضية فينجح الأهلي النهاردة أخيرا في العودة للانتصارات المباراة كان فيها دراما على مستوى الأداية التحكيمي وأعتقد أن أغلب المباراة اللي جاية هنشوف فيها هذا الشكل من الدراما بسبب أنه خلاص دخلنا في الحتة دي والدخول في الحتة دي الخروج منه صعب أنا حتة دي حتة التحكيم أنك تبقى شايف قرارات جدلية فتبقى أنت متدايق من القرارات الجدلية فتبدأ تضغط علشان تاخد الحق اللي أنت عايزه أو الموقف اللي أنت عايزه لازم تظهره فيبدأ الحكام يتوتره فيبدأ لعبتك يطالبه بقرارات فيبدأ الجمهور يتربص لكل قرار تحكيمي أتمنى نخرج من السكة دي لأنه رغم أن الخروج منها صعب لكن هو محتاج هدوء والهدوء ده محتاجينه يكون موجود أكتر في منظومة التحكيم من منظومة الأندية منظومة الأندية ستواصل الضغط طول الوقت فمنظومة التحكيم عشان تعرف تتعامل مع هذا الضغط المتواصل لازم أن هي تكون أهدأ ولا تنشغل إطلاقاً بكل هذا التشنج والضغط والتوتر الحاصل سواء في الإعلام أو في مجالس الإدارات أو في التصريحات أو حتى عند ردود فعل الجمهور إيه اللقطتين الأبرز النهاردة على مستوى التحكيم؟ اللقطة الأولى كانت بمطالبة أهلوية بضرب الجزاء بعد هدف التقدم اللي سجله أمبي طاهر محمد طاهر كان بيلف بظهره هو ومعه ميدو أو حامد لعب قلب دفاع أمبي محمد حامد فالكرة رحت طلعة كده ومعادية وراحت ولا غيرت اتجاه ولا أساساً واضح لنا أن هي جت هاند بول ولا لأ الكرة يعني كده وراحت كملت بعد كده قعد الفار فيها حوالي خمس دقايق يراجع كانت رؤيتي في اللقطة دي من أول اللقطة كده أن الكرة دي ما فيهاش ما فيهاش لمسة يده ولو فيها لمسة يد فمش بانلتي يعني فالحاكم رجع وعجبني قراره بأنه لم يحتسبها ضرب الجزاء اللقطة التانية هي لقطة هدف الأهلي التاني في المباراة عرضية أحمد عبدالقادر كان سيحاول أن يقابلها حسام حسن بكعب عدت من حسام حسن فوصلت لمعلول سج لكن المشكلة هنا كانت في حسام حسن هل كان حسام حسن متسلل وقت عرضية أحمد عبدالقادر ولا لأ اللقطة ممكن تكون ما تعادتش كتير أو ما سبتتش في المشهد اللي احنا مستنينه وبالتالي الحكم عليها صعب لكن كنت شايف أن هي بما أنها تتعاد كتير عندهم في البار كنت شايف أنها مش صعبة أنا من أول وهلة كده قلت شكلها مش أوف سايد يعني هو طبعا القصة في هل تدخل حسام حسن ولا لأ طب لو هو متداخل هو متداخل في أوف سايد ولا لأ أعتقد أعتقد لكن لحد ما نتأكد كمان دقايق يعني من الكرة وهي بتتعاد تاني أن عرضي أن أحمد عبدالقادر كان هو اللي سابق حسام حسن يعني حسام حسن الكرة جايله من وراء بغض النظر لمسها ولا ما لمسهاش فأعتقد أنه لم يكن متسللا لكن لنرى ماذا سيحدث على مستوى الآراء التحكمية اللي بتكون هي كمان بدل ما بتقلل الجدل بتزيد الجدل لأن الآراء عادة ما بتكون مختلفة في بعض الأمور آخرها قصة روح البروتوكول اللي كانت تقلت من أيام وأنا كنت قلت رأي فيها وبعدها دخل كابتن جمال غندور قال رأي معاكس واكتشفت أن الخلافات في القصة مستمرة جدا دي لقطة الهدف اللي بقول لحضراتكم عليها هنا وقت الكرة ما كانت بتطلع من رجل أحمد عبدالقادر وهنا لقطة حسام حسن اللي هو اللاعب الأحمر اللي موجود جوه منطقة الست ياردات احنا لو مشينا بخط الست ياردات هو ده اللي ممكن إلى حد ما نقاس بيه مين فيهم اللي سابق أكتر؟ صعب مش واضحالنا خالص يعني هل أحمد عبدالقادر سابق حسام حسن؟ وبالتالي حسام حسن مستحيل يبقى متسل لأن الكرة رجع من قدام لورا واللي حسام حسن هو اللي سابق أحمد عبدالقادر فيبقى ساعتها تداخلة في الكرة وبالتالي يعتبر متسللا اللقطة دي خدت سبع دقائق أو خمس ست دقائق أخرى تقريبا لنقف وقتا طويلا لانتظار قرار البر اللي في الآخر قال إن الهدف كان صحيحا سبكم من الأمور الجدلية التحكمية دي فاز الأهلي في النهاية بهدفين لهدف في مباراة شهدت بطاقات حمراء سواء لإبراهيم يحيى قلب دفاع أمبي في الدقائق الأخيرة من المباراة أو للكابتن عبدالناصر محمد مدير الكرة في نادي أمبي لاعتراض على قرارات التحكيم في الدقائق الأخيرة في المباراة اللي كان أساساً بيغيب عنها بسبب الطرد والإيقاف الكابتن سايد عبدالحفيز مدير الكرة في النادي الأهلي تعالوا نستعرد تشكيل الفريقين وندخل في بعض تفاصيل هذه المباراة تشكيل الأهلي كان النهاردة في حراسة المرمى محمد الشناوي وكان قدامه على مستوى قلبي الدفاع اتنين مش معتادين أن يلعباه سوياً بنتكلم على رامي ربيعة بيشارك على فترات متبعدة الماتش اللي فات كان في نص ملعب النهاردة رجع قلب الدفاع مكانه المعتاد طوال السنوات الماضية بجواره محمد هاني بسبب غياب ياسر إبراهيم محمود متولي على الدكة محمد عبدالمنعم إرهاق فمحمد هاني هو اللي جور في قلب الدفاع اللاعب كريم فؤاد بقى لعب ناحية اليمين وناحية اليسار لعب علي معلول يلا نستعرد تشكيل مدام الدنيا جهزة معنا في نص الملعب كان بيتواجد بقى أحمد نبيل كوكا وعلى الطرفين حسين الشحات ومحمد مجدي أفش حسين الشحات في مكان مش معتاد لي فزادت كسافة الأهلي الهجومية بتواجد بقى طاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد شريف فيه عن ناحية الهجومية تغييرات الأهلي بعد كده وكان تغيير موفق بيرستاو وإن كان هو يعني بأخطر الكرات تصويبة نجح محمد محمود جاد في صدها ده كان تشكيل الأهلي حاول الأهلي بجابها يمنى وجابها يسرى وكان علي معلول بيظهر كتير لكن ما كانش في أحسن يعني أداءه البدني ورغم كده خلص المباراة بتعادل وفوز وما أجمل أصحاب الخبرات اللي ممكن يحسنوا ولو بروحهم أو بتمركزهم أو بخبرتهم المباراة صلاح محسن كان هو أول التغييرات ونزل مكانه أحمد عبدالقادر عمل مباراة جيدة وبرستاو نزل مكان كريم فؤاد ورجع حسين الشحات ناحية اليمين وزياد طارق وحسام حسن نزلاء مكان طاهر ومحمد شريف في آخر المباراة الحقيقة أفشة أنا شفت كذا حد بينتقد أداء أفشة بقى لي كذا مباراة لكن النهاردة يعني بما إن شفته برضو بينتقد أنا شايف أنه أفشة مباراة كبيرة جدا وكل تحرك الأهلي للنحية الهجومية كان سبب محمد مجدي أفشة بسبب تحركاته وبسبب أنه هو بيعرف يوزع الكرة على جانبي الملعب فأنا شايف أن محمد مجدي أفشة عمل مباراة كويسة جدا النهاردة وأي وصول للأهلي لمنطقة جزاء أمبي كان سببه محمد مجدي أفشة رامي ربيعة النهاردة تمركز جيد جدا بل وحتى زيادات هجومية وقت تراجع أمبي كانت جيدة في الشوط الأول تحديدا فأعتقد أنه بيطمن مسماني بالنظر لأنه الغيابات بتكتر على مستوى قلوب الدفاع الناس كتير تسألت طب فين محمود متولي ما بيلعبش ليه مش كان رامي ربيعة جدا من محمود متولي أولى أو أكثر منطقية من محمد هاني في مكان غير مكانه يعني ما علمناه هو أن القياسات البدنية التي عملت قبل مباراة النهاردة سواء اللاعب محمود متولي أو محمد محمود هي السبب وراء استبعاد السناء من المشاركة سواء بر القيمة أو التواجد على مقاعد البدنية القياسات البدنية أثبتت أن الاثنين غير قادرين على خوض المباريات بالوصول لتسعين ديئة في اللقاء وبالتالي مسماني رأى أنه ما ينفعش أن أنا أغامر بواحد منهم فبالتالي واحد كان جنبه على الدكة والتاني ما كانش بيشارك وده سبب الدفع بمحمد هاني في قلب الدفاع بالنسبة لفريق الأهلي أما لن ناحية التانية فإنبي والكابتن حلمي طولان كانت تشكلته كالتالية في حراست المرمى محمود جاد قدامه السلاسي إبراهيم يحيى وخالد رضا ومحمد حامد نص ملعب كان صلاح ريكو ومصطفى شكشك وزياد كمال علي فوزي ومصطفى دويدار على الطرفين مصطفى شلبي وجون إبوكا مهاجمين على مستوى التشكيلة البترولية ومصطفى شلبي كان صاحب الهدف لعيب تحب تشوف الكرة تحت رجله وتحركاته ونشيط جدا وبيلعب على مختلف الأطراف وبيعرف يضمد العمق وبيشوت فولات فلعيب جيد جدا مصطفى شلبي وسنائي جيد جدا على مستوى الهجوم ما بينه وما بين النيجيري جون إبوكا دي كانت تشكيلة أمبي للمباراة وتغييرات أمبي كان الغرض منها التنشيط نلعيب أرهق ينزل مكانه واحد في نفس مكانه أو زيادة هجومية للأهلي فينزل واحد زي محمد شريف هتحوط لاستغلال انتفاضة الأهلي فممكن يستغلها لكن لم تصل إليه كرات خطيرة أمبي بعد هدف التقدم اللي سجله قبل ما يستقبل الهدفين طيب ده هيودينا هندخل طبعا كمان شوية في المباراة بشكل أكثر عمقا مع الكابتن عمري أنور هينورنا في الستوديو النهاردة لكن الخطوة التالية هي مباراة للأهلي مع فريق أسترن كومباني إمتى المباراة دي مفروض أن هي بعد يوم الأربعة اللي جاي تبقى للتاريخ يعني الموضوع لها طلب الأهلي منذ أيام تأجيل المواجهة مع أسترن كومباني لمنح اللاعبين الراحة اللازمة للاستعداد لمواجهة دوري أبطال إفريقيا في النهائي اللي الأهلي بيسعى فيها لقنص اللقب الحادي عشر أو الثالث على التوالي فكان رد الربطة هو أنه لا مش هينفع والربطة كان موقفة واضح من بداية الموسم وفيه كذا نادي اطلع وطلع بيانات وطلب بتأجيلات وكان الرد حاسم من جانب ربطة الأندية فالأهلي راح مطلع بخبر آخر مطالبة أخرى طب أنا عندي فكرة أنا هلعب ماتش إسترن كومباني ده من غير الدوليين لو الكابتن إيهاب جلال رفض أنه هم يسيبه لنا في وقت المباراة الودية اللي بعد ماتشين إثيوبيا وقابليهم غينيا فإنه إحنا هنعمل كده فوافق إسترن كومباني ببيان والأهلي قال أنا حصلت على موافقة إسترن كومباني فهاية ربطة الأندية ده قبل مباراة النهائي بخمسة أيام اللي هتلعب في المغرب إيه رد ربطة الأندية خلونا نشوف وإن كان أنا يعني هو القصة بس إنه الناس بتهدى قوي لما بتحس إن الكيل بمكيال واحد بمعنى إنه الناس بتقعد ترجع للسنة اللي فاتت حصل إيه واللي قبلها حصل إيه واللي قبلها حصل إيه فإرساء نفس المبدأ على مستوى الطلبات بالتأجيل أو على مستوى التأجيل أو الموافقة أو الرفض ده النقطة اللي أتمنى إن الكل يكونوا أخب باله منها علشان ما نزودش إحنا الشحن والناس تقعد تقولينينا طب إنتوا بتقولوا كده ليه وهنا ليه وشمعنا إحنا والسنة اللي فاتت وكان عندنا مش عارف إيه وده ما تأجلناش وده تأجلنا فالأندية بتبدأ تحس إن الموضوع أنا عارف إنه ده رأيي هيبدو إنه واضح يعني إنه ماشي في اتجاه التأجيل هيبقى صعب لكن أنا حاطط في اعتباري إن الأهلي بيمثل مصر في أفريقيا وإنه يحتاج كل سبل الراحة لكي أنا بتكلم هنا على تعامل ربطة الأندية إنه لازم يكون دائما ثابت على الجميع تعالوا نروح طيب لمباراة سابقة فكانت مباراة ما بين إسترن كومباني وسموحة الهدف الأول إسترن كومباني ضرب الجزاء وفي الديئة العشرة أحمد أمين أفة يتقدم وياخد ضرب الجزاء ويتقدم بعدها إسترن كومباني الشوط التاني يبدأ هدف تاني لإسترن كومباني وهدف حلو ملعوب وعرضية وهدف تنطفض فيه لاحتفالات إن خلاص قربنا ولكن سموحة رفض هذه الخسارة فسجل هدفين تانيهم كان في الديئة الأخيرة من زمن المباراة عن طريق البديل سيلة اللي سجل هدفا قاتلا حصد نقطة لفريق سموحة وأهدر ثلاث نقاط على فريق إسترن كومباني اللي نال نقطة واحدة في النهاية معنا على التريفون الكابتن علاء عبدالعال الموديل الفني لفريق إسترن كومباني كابتن علاء أهلا بيك منوّرنا وحيشني جدا يا كابتن علاء أخبار حضرتك بخير والله هارد لك يعني كانت في طريقها إليك لكن في النهاية نقطة وحيدة من أمام سموحة والله أقول لك الحاجة يعني يعني طبعا حزنت وزيلت لأن في عنا ثلاث نقاط كانوا في إدينا إنما لما تفرجت على مباراة الأهلي وإنبي دلوقتي وإنبي كان متقدم واحد وثلاثت ديها تشعين والأهلي يقدر يتعادل ويكسب في الوقت الضياء هي دي كرة القدم يعني لا تأمل لها وهي دي إنما اللي يزعلك أن تبقى أخطاء فردية ما تحفظ على المكسب بشكل كويس برضو نقول برضو إن السبعة دقيقة كان كتير قوي اللي أحرص فيها سموحة هدف التعادل في الثانية الأخيرة من الديقة السبعة أو كان عادة كمان الوقت لأنه كان كورنر أو كورة دربة أطنية فزيلت وحزينت إن إزاي إحنا ما نقدرش نحافظ على مكسب كبير ومهم إنما قدينا مباراة كبيرة وكنا ممكن كمان يعني واحدنا تنين واحد كنا ممكن لو استغلنا الصرص اللي جات لنا كان ممكن نحرز هذا في ثالث ونقتل المباراة تماما وكان ممكن نعرز هذا في رابع إنما هي دي بقى نقول القدرات أو أو التوفيق وعدم التوفيق إنما كنا بنلاعب فريق كبير طبعا فريق سموحة ومنتشب الانتصارات الأخيرة إن إحنا نبقى متقدمين عليه بهدف وثنين بس لأسف حصل التعادل ده زعاني في العلاج أكيد هارد لك يا كابتن علاء ولكن الفرقة الحقيقة واضح إن هي بتبزل المجهود وإنه النحية الفنية كمان واضحة لكن في فروق واضحة على مستوى يمكن القوائم في الأندية المختلفة فربنا يعينك ولكن خرجت بعدها الأقاويل والكلام عن بديل للكابتن علاء عبدالعال استرن كومباني رفض أو أنكر أو نفى هذا الأمر تماما في وسائل الإعلام وتصريح لينا لكن سمعناك وانت بتقول أن انت مدرب محترف ما بيفرقش معاك حاجة فهل عندك أي يعني تفاصيل بخصوص الموضوع ده لا والله أنا فجأت بالمراسل بتاع إحدى القنوات بعد المجارة بيقول لي يعني إن عالمة أو جالوا معلومة إن الإدارة بتتفاوض مع كابتن أحمد كوشري فكان ردي طبيعي جدا إن دي حاجة في إيد الإدارة وبراحتهم يعني أما أما اللي شايفينه اللي صالح الفريق أنا لم أقصر بالعكس أنا غمرت وأخدت الفريق في موقف صعب لأ خليت لشكل وبقى فريق عنيد دلوقتي وما بيخسرش بسهولة ولو توفيق محلفنا في المبارات الأخيرة منها مبارات الزمالك ومنها مبارات المؤوليين ومنها ومنها أعتقد كان الوضع يختلف تماما ده كان الرد إنما اللي أنا عرفته بعد كده ويمكن نكلمه أكتر من الحد من مجلس الإدارة إن الكلام ده لم يتم أو ما حصلش ودي كلها الشائعات تمام فلسه لسه يبقى فيه كلام آخر مع الإدارة خلال اليومين القادمين يعني شايف الوضع إزاي بالنسبة للفرقة يعني 12 نقطة وبالتالي الفرق 5 نقاط مع أقرب الفرق اللي بره منطقة الهبوط وإحنا بنتكلم دلوقتي فيه 19 مباراة لعبة أسترن كومباني كابتن علي لا لسه يعني أنت طالما طالما لسه الفرقات موجودة وفيه عدد المباراة كتير فاضح أكتر من 15 مباراة أو 16 مباراة بالنسبة لنا أعتقد لسه وأنا وأنا دايما متعود إن أنا ما بس أسلمش بسهولة فيه فرق كبيرة قريبة مننا دوري صعب جدا زي ما أنت شايف كده المباراة بتنتهيز داي ومحدش عارف مين يقدر يكتر مين الموضوع صعب ما نكارش إن الموضوع صعب والأمور صعبة إنما أنا يعني متطمن للأداء أداء الفريق مستمر و ما فيش رجوع يعني يعني دايما بيستمرار في تحسن صح فده بيطمنني شوية معايا العيبة رجالة يمكن زي ما حكي قلت كده برغم الفروق واضحة طبعا وبالذات طبعا في أسعار اللاعبين أو اللاعبين اللي احنا قدرنا نجيبهم إنما مش هنرمي الفوط إحنا مستمرين والغاية ما تشوف الدنيا باشي إزاي إن شاء الله أقدر أسألك عن مباراتك المقبلة أمام الأهلي ولا نعتقد أنها ليست المباراة المقبلة أما هدي لسه الغاد دلوقتي أنا ما عرفش يعني إحنا إحنا لما تعرض علينا إن في حالة تأجيل المباراة حال فيه اعتراض مننا أنا بالنسبة لك جهاز فني اللي دارت كلمت معي وإدارة النادي طلعت بيان إن الدعم كله للنادي الأهلي مزبوط شلال المباراة المقبلة مباراة بطولة بطولة كبيرة أكبر بطولة قرية توصل لكاس العالم الاندية فلازم كلنا ندعب النادي الأهلي مش هنستغل موقف النادي الأهلي إنه هو هيبقى مجهول بالمباراة بالعكس هنريدين نوفه له أفضل حاجة فأنا بالنسبة لي ويمكن صرحت قبل كده والإدارة باردط الله البيان إن احنا مع التأجيل لو حصل التأجيل والقرار في إيد ربطة الاندية وأعتقد النادي الأهلي يقدم حل أخير إنه ممكن يلعب في خلال فترة التوقف الدولي بدون اللعيب الدوليين فإحنا كلنا في انتظار قرار ربطة الاندية تمام ممتاز قلت إنه ده هيكون موقفي في حالة أي نادي آخر في الدوري بيلعب في أفريقيا ده هيكون موقفي وده هيكون مسندتي لي مظبوط ده كان تصريح دي حقيقة دي حقيقة أنا قلت أهلي زمالك بيرامد مصري التحادث أي كان أي نادي كان هيبقى في الموقف ده كنا هندعمه بقوة وبرضو ما كانش يبقى فيه أي مشاكل عندنا إنه يتم تأجيل المباراة وأعتقد ده ممثل لمصر وممثل لقرارة مصرية في بطولة مهمة جدا وهو الأهلي نتمنى للتوفيق بإذن الله والعودة بالبطولة بإذن الله كابتن علاء أنا بشكرك وبالتوفيق إن شاء الله في المباريات المقبلة وربنا يعينك يعني إن شاء الله المسيرة تتحسن بكل تأكيد نورتنا كابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق إسترن كومباني اللي تعادل النهاردة مع سموحة بنتيجة 2-2 على جانب آخر وفي مباراة ثالثة لوعبة النهاردة فكانت مباراة المقاولون العرب مع طلاقع الجيش وانتصر طلاقع الجيش من جديد وبنفس اللاعب فيكتوري اللي سجل هدف الفوز في مباراة طلاقع الجيش مع فريق المقاولون العرب عشان يتحسن من جديد موقف طلاقع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز وصل رصيده دلوقتي للنقطة 29 في المركز السادس بيقترب جدا من المربع الزهبي لأن سموحة النهاردة بالتعثر بقى عند 34 نقطة أما على الجانب الآخر فالمقاولين هو اللي وضعه بيزداد صعوبة لأنه بيتوقف رصيده عند النقطة 18 من 20 مباراة الجونة اللي تحته عنده 17 نقطة من 18 مباراة يعني لسه ليه مبارتين ممكن يسبق الإسماعيل لسه ليه مبارتين ممكن يسبق وفجأة قد تجد المقاولون العرب ضمن ثلاثي الهبوط في وضع يبدو صعبا ومن أصعب المواسم على مستوى النتائج لفريق زئاب الجبل طيب تعالوا بقى نروح لنقطة تانية وهي نقطة أشرب بن شرقي خرجت مبارح التقارير اللي تتكلم إن الأهلي خلص بل ووقع رسميا على مستوى العقود أشرب بن شرقي على تعاقده مع الأهلي ليبدأ رحلة جديدة مع الفريق الأحمر في الموسم المقبل بعد نهاية عقده بتشيرة الفريق الأبيض اللي بيلعب له من سنة 2009 و19 الجناح المغربي الأيسر ناحية الشمال يعني عقده بينتهي آخر الموسم طلباته اتقال عليها إن هي مبالغ فيها وبعدها اتقال إن هي لأ تمام فتأجلت من لجنة إلى لجنة حتى جاء مجلس إدارة الزمالك بعدها قال أنا مش هتكلم في التجديد إلا بعد نهاية الموسم مش عليك أنت بس يا أشرف بل على أشرف وطارق وأبو جبل وغيرهم من اللاعبين فالنهاردة بعد خروج هذا الكلام سواء الناحية بتاعت اللاعب ولا الناحية بتاعت النادي المتفاوض لضمه ولا نادي الزمالك اللي بينتهي عقده معاه أيما كان حاولنا نستفسر على القصة عشان نعرف إيه المعلومات المتاحة في القصة دي فكانت الإجابة أن الأهلي بالفعل اتفق مع أشرف بن شرقي على أغلب بنود التعاقد ولكن لم يحسم أمره سواء لاحتمالات تغيير في وجهة النظر الفنية أو لاحتمالات تغيير بالنظر لأنه قد يكون هناك اختيارات أخرى يراها مسماني بالتالي لم تحسم الأمور الأمر هيحسم إمتى؟ خلال أيام قليلة جدا بعد نهاية دوري أبطال إفريقيا بإذن الله أنا استعرض التفاصيل اللي حصلنا عليها الأول عشان ممكن يبقى لينا رأي فيها سريع أشرف بن شرقي بحسب مصدر مقرب من اللاعب خطف إعجاب مسؤولي الأهلي بعد تقلقه في تجربته مع الزمالك وأحد الخيارات التي وضعها النادي كهدف له في الموسم الجديد يرى مسؤولي الأهلي أن مراكز الهجوم اللي هي الجناح والمهاجم بحاجة للتدعيم وبالتالي تم فتح التفاوض مع بن شرقي صاحب القدرات الهجومية الكبيرة بالتزامن مع انتهاء عقده مع الزمالك وسهولة ضمه بالمجان الأهلي في مفاوضات جدة وقوية مع بن شرقي تم التوصل الاتفاق بين الطرفين على معظم التفاصيل لكن الأهلي فضل إرجاء حسم الأمور للفترة المقبلة الموعد الأقرب للحصول على توقيع بن شرقي وحسم الأمور بشكل رسمي سيكون عقب نهاء دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد في الثلاثين من مايو الجاري يعني بعد تقريبا تسعة أيام من دلوقتي رغم ترحيب بن شرقي باللعب للأهلي لكن النادي يفاضل بينه بن عدد من الخيارات الأخرى تحسبا لأي مستجدات تطرق في الفترة المقبلة أو تغير في وجهة النظر أو موقف النادي لويس ميكي سوني عشان أكيد أنت بتسأل مين اللي هيمشي من الأجانب هو أقرب الأجانب المحتمل رحلهم في حالة تضم أشرب بن شرقي لقيد اللاعب المغربي بدلا من اللاعب الموزنبيقي إذا وقع المغربي بشكل رسمي في الفترة المقبلة هذا ما لدينا من معلومات بخصوص هذه الصفقة سألنا رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأستاذ مرتضى منصور فكانت إجابته أنه أعمل إيه اللاعب عقده بينتهي فلو قرر أنه يروح الأهلي أنا ما عنديش مشكلة لكن أنا هنا عندي نقطتين واحدة عن الأهلي واحدة عن الزمالك هل أشرف بن شرقي إذا تمت الصفقة هو لعب مؤثر 100% لعب مؤثر هل المستوى اللي بيقدمه في الزمالك آخر 12 شهر هو المستوى اللي ممكن تئيس بي ما سيقدمه اللاعب مع الأهلي لأ لأن اللاعب قدم مع الزمالك في السنتين اللي قبلوهم مستوى رائعا والحقيقة يعني أنه حتى مع تراجع مستوى اللمسة موجودة مزاجي بقى حالته مش مرتاحة عقده بينتهي ولسه ما استقرش على موقفه مضى مع حد تاني بيتفوض مع حد تاني دي أسباب كلها منطقية لانخفاض مستوى لعب مستحقات بقى شكوى مقدمها رد عليه إدارات بتتغير دي كلها حاجات ما تريحش اللاعب أو تخلي المودي اللي هو مزاجي يعني مزاجه دايما رأي نحية الوحش مش مبسوط وبالتالي ده بيؤثر على مستوى وبالتالي هل اللاعب فنيا إضافة لأي فريق نعم بل إذا جدد تعاقده مع الزمالك نفسه مستوى هيتغير عن مستوى بتاع المتشات اللي فاتت اللي بقى لها فترة مش مقنعة لجمهور الزمالك ولها إن جمهور الزمالك أو الجمهور عموما بيقارن مستوى أشرب بن شرقي دلوقتي بمستوى أشرب بن شرقي نفسه يعني مش بمستوى لعب تاني الناس كلها عندها اقتناع إن اللاعب كويس قوي بس مستوى مش عاجبنا دلوقتي اللي هو لأ فوق إصحى لو مش عاجبك الندي ما تلعبش لو فاللوا الناس بدأت تقفش على مستوى اللاعب عشان عارفين إنه عنده أحسن هل أشرب بن شرقي أفضل من أجنيحة الأهلي الموجودة حاليا أفضل من كلهم من كلهم تاني مستوى دلوقتي مش هو أحسن مستوى مش أحسن مستوى طبعا بل في الزمالك فيه أكتر جدية منه رغم فالق الإمكانيات لصالحه لكن هو أحسن فنيا من أكثر أجنيحة الأهلي فأكيد دي إضافة فنية للأهلي ولكن هوقف عند النقطة دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن أقولها اللي ممكن أقولها يعني إنه كان الأهلي من سنة بالزبط أو سنة وشهر من خلال مدير التعاقدات أميرتا وفيه قال إنه لن نتفاوض مع أي لعب سواء بتنتهي تعاقداته أو فري من الزمالك لكن طبعا هتقولي ده السنة اللي فاتت آه ممكن يكون السنة اللي فاتت وضع والسنة دي وضع تاني مش مخطئ لعيب عقده بينتهي مسموح له للتفاوض من شهر يناير اللي فات فإذا قام الأهلي بذلك فهو أمر لا يلمع للأهلي إنما لازم يلمع للزمالك حتى لو مش عايز أشرب بن شرقي على فكرة حتى لو الزمالك لقى إنه طفح الكيل ومش عارفين وطلباته كتيرة ومش عارف إيه هلو فكرة إنه والله إحنا اللي عايزين وهو اللي إحنا بنكمل ويروح أي نادي زي ما هو عايز لكن لازم الزمالك برضو يخلي باله من فكرة إنه ما ينفعش يتحول لفكرة الفريق اللي بيضم لعبين وبيتقلقوا ويخلص عقدهم فيروحوا المكان تاني لإن الزمالك مش قادر على استمرارهم دي مش حلوة لسمعة الزمالك على مستوى التعاقدات الزمالك مش الفريق الصغير اللي ممكن عقد اللعب يخلص فيبقى رايح اللعب جاهز لمنافس تقليدي هنا أنا بتكلم على كورة مش حلوة يعني دورتمون دايماً الناس بببص له بصت إن انت بتعمل النجوم ويبدأوا يبقوا توب فيروحوا باير ميونيخ على الجاهز فالناس ببص دايماً لباير ميونيخ بصت اللي هو إيه الأكبر فمش حلوة للزمالك إلا في حالة اللي هو مش عايز أشرب بن شرقي فدي النقطة اللي لازم تبقى واضحة وهي مش حرب مين يضم مين قد ما هو في الآخر انت عايز مين وإزاي تعرف توصله وتبقى مقنع لي إنك بتحقق كل ما تريده أو يريده الطرف الآخر وبالتالي تبقى الأمور واضحة في شكل بيفيد أي نادي أشرب بن شرقي مع الزمالك مسجل 36 هدف و25 أسست صناعة أهداف وبالتالي هو لعب شامل يعني صناعات ممكن تلاقي ومروغات تلاقي ده غير التسجيل كمان ممكن تلاقي ده قصة أشرف بن شرقي في هذا الإطار طيب أخيراً وقبل مطلع الفاصل عشان معنا بقى أخبار تانية عايزين نتكلم فيها بعض الفاصل إمبق بي النهاردة صحيحنا الصبح نلاقي كل مواقع التواصل الاجتماعي بتقولك أخبار من مصادر مقربة من اللاعب أو من باريس إنه مبابيه فجأة بقى هيكمل في باريس سان جيرمال لمدة سنتين والحقيقة الإغراءات مش سهلة خالص واللاعب اللي يختار الطرف الأقل مادياً ده لاعب لازم تحترمه قوي لكن اللاعب اللي يروح للإغراءات المادية دي إنت كمشجع كورة أو أنا يعني وإحنا مع بعض كده بنفكر هنقول يعني إنت سايب ريال مديد عشان تكمل مع باريس سان جيرمال ممكن تقولها لكن هي وإنت في الموقف ده مش سهل خالص مش سهل خالص إنك تحسبها بحسابك إنت وإنت مش جوه الموقف مش هينفع أبداً تحسبها بنفس دماغ مبابيه لأنه في العديد من العوامل اللي ممكن تحسب حاجة زي دي مش بس الفلوس بس أكيد الفلوس جزء منها قالوا إن العرضين شبه بعض على مستوى الفلوس اللي هياخدها أول ما يمضي بما إنه يكون تجديد بالمجان يعني أو انضمام لي بالمجان فياخد 130 مليون يورو أول ما يمضي وقالوا بقى إن المرتب هيكون كده وبالتالي المرتبين مش بعيدين عن بعض لكن باريس الناحية التانية المرتب السنوي مختلف شويتين بعض الأمور الفنية هيبقى ليه سلطة عليها هتقول لي هو ده ينفع هو ده ينفع لكن مش في الكيانات الكبرى قوي هو ينفع في كيان عايز يتمسك بأي طريقة بواحد من اللي موجودين عنده لكن كل الأندية اللي فيها نجوم بشكل أو بآخر بيكون ليهم قرارات أو ليهم في صنع القرار حتى من باب بيه صغير في السن يتقلوا بحسب التقارير هناك إن انت لعب هتكون من أصحاب صناعة القرار بمعنى إن المدرب اللي جاي ممكن يبقى ليه اختيار فيه الموضوع كمان بيدخل فيه سياسة يعني فرنسا عايز أهم لعب فرنسي يكون في فرنسا فرنسا وقطر على مستوى مصر الخليفة مالك النادي برضو عايزين النجومية دي تبقى هنا عايزين نحن نبقى الفريق اللي موجود ده غير إن قطر هي لتصديق كاس العالم فمباب بيه اللي عايز كاس عالم تاني على التوالي عايز علاقة أحسن وعايز استقراره وفرنسا عايز علاقة جيدة مع قطر وقطر عايز مشروعها ما ينهرش أصله سيبك من نايمار وسيبك من ميسي سيبك من ميسي تخيل سيبك من ميسي سيبك من كل دول مباب بيه هو رأس مشروع باريس سان جرمان وبرحيله عن باريس بينهار المشروع تماما هيروح نجوم وهيجو نجوم وهيحاولوا يبقى عندهم أهم نجوم في العالم لكن مباب بيه لو مشي الشخصية اللي احنا بنقول لانها مش موجودة في باريس سان جرمان ولسه بتتكون هتنهار كل اللي بناه في الفترة بدي انهيار لأنه أهم لاعب واعد انه هو يقودك للمستقبل لتوصل للي انت عايز بتاخد دوري أبطال أوروبا بيمشي عشان يروح لفريق كده كده بياخد دوري الأبطال هيبقى معناها انه شكرا ما تحاولش تاني لأنك مش الطرف المفضل للاعب عايز ياخد دوري الأبطال وقعوا مع مباب بيه في النهاية سنتين أخرين مبروك لباريس سان جرمان أولا ثم مبروك للمباب بيه لأنه أكيد المستفيد الأكبر من هذه القصة هو باريس سان جرمان مش مباب بيه بعدها على طول بعد نص ساعة من الإعلان عن التوقيع كانوا بيلعبوا ميدس في آخر مباراة في الدوري الفرنسي كسبوا 5-0 مباب بيه سجل هاتريك منهم احتفال سريع ويقال انه بعد الهاتريك ده هيطلب زيادة راتبه بهزر طبعا مع حضرتكم في النقطة دي تعال نرجع لمصر من جديد ومعنا على التريفون الكابتن عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي أمبي كابتن عبد الناصر أهلا بيك بعد إثارة ودراما هارد لك يلا الحمد لله نحمد ربنا دراما دراما وتقدم في آخر ربع ساعة وخسارة اللقاء في آخر دقتين يعني شفت ده ازاي لا يا كابتن يعني الأول ألف مبروك للنادي الأهلي تسلاس نطاط ويارب يرجعونا كده ببطولة أفريقيا حاجة لمصر كلها إن شاء الله ولكن أنا يعني أنا مش حابب أنه أنا أعقب على التحكين بشكل سلبي ولكن أنا مضطر علشان الأول بشكر جهازنا الفني بقيادة الكابتن حلمي طلال وبشكر لعيبة أمبي وبشكر كل من كان في المباراة من اللعيبة هذينا مباراة جيدة جدا عملنا ماتش كويس قوي النتيجة قدر الله ما شاء فعل ولكن هناك تعقيد كابتن عبد الناصر الصوت بيقطع الصوت بيقطع فمعليش يرجع على النقطة دي تاني ايه التعقيب؟ طيب حاضر أنا ليه تعقيب على التحكين وأتمنى أن محدش ياخده بنحية سلبية احنا بنتكلم علشان نحسن في ما هو قادم مظبوط مش علشان ما انتقد وخلاص كل ما نوصل عند التعقيب الصوت يقطع طيب هنرجع مرة تانية للكابتن عبد الناصر محمد مدير الكرة خلال دقائق في نادي امبي واترت بالمناسبة في نهاية المباراة وقال أنه ما بيحبش يتكلم سلبية عن التحكيم لكن هو عنده تعقيب من أجل مصلحة الحكام هلا يكون تعليقه عن الهدف التاني للأهلي لأنه دي اللقطة اللي عندها هو حصل على البطاقة الحمراء قبل ما الكابتن الصباح يروح للفار ولا عنده أمور أخرى قد تتضح في المدخلة هنستعرض قبلها أو طبعا خلال دقائق كمان هنكون شفنا ماذا قال موسيماني المدير الفني للأهلي بعد المباراة ونفس القصة بالنسبة للكابتن حلمي طولان المدير الفني لإمبي بعد هذه المباراة لكن قبل ما أطلع لفاصل كان الأهلي بعد مباراة البنك الأهلي قال إنه في بيان رسمي يعني قال إنه إحنا عايزين نعيد المباراة طلبة من اتحاد الكرة إعادة المباراة السبب في كده هو الهدف اللي سجله محمود وحيد وقلغي بسبب البار وشفته طبعا الجدل اللي حصل أنا نفسي هنا على الهواء قلت إنه برافو الحاكم إنه ياخد باله من لقطة زي دي وقلت إنه في مرحلة بناء الهدف كان فيه خطأ في التنفيذ وبالتالي كان الإلغاء منطقيا خرجت بعد كده الأراء الخاصة بالبروتوكول بتاع الفار أنا بتكلم كده من واقع إن ده هدف يعني ما كانتش كرة في لقطة عادية وعدت بتاعة الحاكم لكن الهدف في بناءه كانت اللقطة دي فكنت شايف كده لكن كابتن جمال غا ندور بمدخلة معنا هنا قال إنه لأ وإنه ده ملوش علاقة بالفار والفار مش من حقه يستدعي فالقصة بقت رايحة ناحية إنه الأهلي كده مفروب ما كانش الفار يتدخل لكن هل التنفيذ خاطئ؟ آه ما فيش حد معترض على إن التنفيذ خاطئ لكن الناس بتكلم على إن الفار ما كانش يتدخل وبالتالي هل هل بيتدخل الفار في غير موضعه؟ يبقى كده ده غير قانوني؟ لا هو مش غير قانوني هو تدخل في غير الوضع اللي ممكن يتدخل فيه وبالتالي بقى في صف الأخطاء التحكمية مش في صف الأخطاء في تطبيق القانون يعني كده في خطأ تحكيمي آه فيه تنفيذ خاطئ للفول لكن كان فيه خطأ تحكيمي مش خطأ في تطبيق القانون فهل ممكن تعاد المباراة؟ لا ودي مش معلومتنا إحنا أو مش رأيي أنا قد ما هي معلومة من خلال اللوائح ومن خلال اتحاد الكرة طعا نستعرض اللائحتين اللي توقفنا عندهم لكن بعد ثواني قليلة إن الكابتن عبد الناصر محمد عاد إيدينا من جديد كابتن عبد الناصر أهلا بيك تحياتي يا كابتن هاني معلش تسمى برباش ومروّق وفي الطريق للنادي فيمكن يديني الشبكة بتقطع شوية ولا يهمك إيه التعقيب اللي عنده حضرتك؟ بس يا كتب أنا لقي تعقيب حاجات يعني على التحكيم مش على شبه انتخذ الحكم أنا بتكلم على شان ينزل الكلام ده بعين الاعتبار لاحقا لأن كل دي أضايا تحكمية إحنا يعني ده عرضا الشيط الأولاني خلص والوقت الضايا خلص وهناك هجمة مستمرة للنادي الأهلي وخلصت كمان ولكن الوقت خلص والحكم يسمي الهجمة تخلص والهجمة استمرت فترة طويلة أنا رحت للحكم من الشطين يا كابتن سباحي الهجمة مستمرة ليه يا كابتن سباحي ما هو ممكن ييجي فيها يا جون قال لك إنسانا كنت مستمي البارد أنا بشيك على اللابة اللي أبليها طب ولو جيه جون ما هيتحسب يا كابتن ده معيني ده إنت في الماكس مع خلص احترامي ما فيه مشكلة إنه هو يصفر ينهي ينهي ولا إيه ما تستمى في الملعب لا ما فيش مشكلة حصلت كتير لا ما حصلت يصفر وينهي يصفر الشط اللي هو الأولاني خلص والوقت اللي هو ادخ خلص والهجمة بتاقي في النادي الأهلي مستمرة ويزود على الوقت بطايع كان لازم يصفر بغض المزر إذا كان جيه يكون أو مجاش يكون ويوقف اللي هو في الملعب بالفار يقول له خلاص يوم يخلص إنما لو جيه كل النادي الأهلي كان هيتحسب مع خالص احترامي ده في الشط الأول الكلام هنا في الشط الأول ولا بكلام عنه في الشط الأولاني آخر لا بكلام عنه في الشط الأولاني آخر جيد أكلم الحاكم الدنيا ينزار في الشطين أه 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 عارف الشط الثاني شو حضرتك سبع دقايق وقت ضايع أي يعني زخاري الجوم بيجي في الديقة خمسة وتسعين وجوم بيجي في الديقة سبعة وتسعين اللهم ما نوكوم منت أنا مش أتكلم يعني أنا مش أتكلم في الموضوع ده أنا ده موضوع يعني موضوع يعني قدام الدنيا كلها إزاي بيزود سبع دقايق إحنا وقفنا سبع دقايق هل إحقال الله بوقف سبع دقايق إبراهيم يحيا بياخد طارد لأن ده كابتن فريتي وبيروح يعترض آه بيقول له يا كابتن راجع للفار وبعد ما طارده برضو راجع للفار آه تما ده كابتن فريتي ومجمد اللي هيروح مات لا 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 إحنا إحنا في مشكلة حقيقية هو مصطفى شلبي بالطبع طارد إبراهيم يحيا طارد مباشر خد انزار والطارد انزار تاني آه وطارد خد الانزار الثاني والطارد عشان بيقول له راجع للفار وريجع للفار الفار برضو نده ماينفعش يا كابتن يا كابتن ماينفعش يا كابتن هاني والله ماينفع كده النبي لقى لي يكتبوا الف مليون مبروك انا ما بتكلمش انا بتكلم على النقاط التحكمية وبعدها حصلت لقطة الانزار التانية لحضرتك ومن ناحية التانية يا كابتن والله إحنا في أزمة والله إحنا في أزمة ولازم الموضوع ده ينزر له بعين الأتبار احنا بنتكلم في قضايا تحكمية نقاط فنية مين بيساعد الحكم في الوقت الضايع مين بيساعد الحكم في السباب الوقت الضايع ما دام فيه فار فيديو أسست فيه فار بيساعد الحكم ما يساهم في الكلام ده احنا ما وقفناه سبع دقائق على فكرة بس كان فيه لعطة فار على الهاند بول الهاند بول اللي طلب بيه الاهلي كضرب الجزاء دي استمرت حوالي أربع دقائق تقريبا شوف يا كابتل الليه ما واضحة جدا والثور واضحة قدامنا كلها ما بعتمنا افصيد واضح جدا افصيد واضح جدا اه دا الهدف بقى التاني للأهلي اه طبعا اه طبعا وبقى نعمل اللي يزعلك ان فيه بار واللي يزعلك ان الحاجة امطلق وقف وشاف وتفرج ورجع راح محتسر اه طب هو البرده تقنيته ايه هو تقنيته ايه انا ما بطلبش انه انا ما بطلبش حاجة انا ما بطلبش ان انا يبقى لعبة ما شوف صيد ويأسفها او اللعبة تبقى اللي صالح انه دي لأهلي ويأسفها لي انا ما بطلبش الكلام انا ما بطلب بس انه يبقى فيه ادوات جيبة للنازل انها تاخد القرار المصبوط انما مش بعدما يتخذ القرار نفاجة ان كل الكلام ان الكرة كانت اوفصاية طيب هي الكرة انا عارف انك مش بتتفرج دلوقتي يا كابتن عارف انك مش بتتفرج بس هي اللقطة معي لقطة الخط للبر سامهولنا المدة الثانية عارفنا نجيب اللقطة اعتقد يعني هي مش مفهومة يعني بس اعتقد ان هل هل هم كانوا شايفين ان عبدالقادر الخط الازرق ده العمودي الواقف ده ده طب الحدق أنت عارف انك باتفرج طبعا بس انا عايز اوضح لحضرتك فاجر هو لما الليه ما يبقى مشكوك فيها يبقى احسبها للنادي ضب نادي ولا يبقى الوضع على ما هو عليه هو ياجب ان انا احسبها للجول للنادي الله لي يعني الليه ما مشكوك فيها لازم احسبها للنادي اللي آني عشان النادي له ليطلع الكثبان يعني يا جبتن هاني والله الامور مش لطيفة ويعني برضو لازم ينزل بالكلام ده بيعين اللي أتبار الحجم الكافتن صباحي متوتر متوتر جدا كل اللي يكلمه انزار 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 هو فيه ايه هو فيه ايه ليه احنا بنصل لهذا ومقدرات نادي ومقدرات سرق ومجهود لعيبها في مباراة جيدة جدا جدا النادي عاملها واللاعيبها عاملها هو عيب ان احنا نطلع كذبانين ولا عيب ان احنا نطلع متعدلين طب انا لو هعتبر ان ده خطأ تحكيمي ما في نفس المباراة الاهلي طلب بضربتين جزاء على مستوى لمسات اليد والحاكم قال لا فمع ان هو الحاكم مش قاصل يا جبتن هاني مش معنى ان النادي الاهلي حط التحكيم تحت ضغوط يبقى لازم يكسب الماتش اللي جاي واللي بعده يا جبتن انا ما عنديش مشكلة النادي الاهلي والله بيكسب ومن غير اي حاجة من غير تحكيم ومن غير اي فار ومن غير ومن غير ومن غير النادي الاهلي بيكسب مش محتاج بس كل واحد ياخد حقه كل واحد ياخد طبعا ما حضرتك طبعا مية في المية بزفتك يا فاي ليه اللعيبة دي ما تاخدش عقاها ليه 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 نطلع بعد المباراة يعني حاكم حاسيب لي سبعة دقايق وقت ضايع واحنا ما خدناش اربع دقايق وقت واحنا وقفنا حاجة غير روما الشوية اللي هو راح شاف فيه بالبار واحنا وقفنا حاجة غير روما الشوية اللي شاف فيه بالبار اللي حصل بعد الهدف فخدت انزار تاني حضرتك فطورتك ولا حاجة انا بقول لي الحاجة انا ما عاربش بكلم بكلم كده بقول له يعني ما ينفعش سبعة دقايق كده ظلم كده ظلم السبعة دقايق دول ظلم وفعلا انا بقول لحضرتك دول سبعة دقايق كتير كتير جدا 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 واحنا كلنا معانا للسطوب وقت وتارد ابراهيم ما يستحقهوش وانا ما نعند المباراة بعد بكرة انا هلاقي بالنادي المحلة ايو يعني ثمانية واربعين ساعة بالله مباراة الغزة المحلة ومثالات بالضبط اه على ملعبنا امم وهل يعني يرضي ان احنا نطلع بهذا الكم من الانزارات وزياد واخد الانزار الثاني امم الثالث اه فما اقوف عن المباراة اللي جاي وكل اللاعب ينزل عندي على الارض كل اللاعب ينزل على الارض ينزل تاكلنج خلد رضا ينزل تاكلنج انزار انزار والفاول علي وهو نرسل نزام ريكو نزل على الارض بارده واخد انزار وفاول واخد الكورة يعني هو اللي محطر الكورة الاول خلاص خلاص خلي الناس اخطي ده في جيوبة بقى منطلوبش من الارض عموما يا كابتن يعني انتو عاملين فريق متميز جدا ومن الناحية الفنية الدنيا ممتازة خسارة مباراة قد يكون هناك غضب من جانبكم بسبب مستوى التحكيمي لكن ده لا يقلل ابدا من المجهود اللي انتو عاملينه من النتائج الإيجابية اللي حصلة من الفريق اللي حتى قبل الموسم ممكن يكون الناس ما كانتش مركزة مع اسماءه وفي نص الموسم كمية الاسماء اللي طالعة من امبي الناس بتتكلم عليها ده امر ايجابي جدا في حقكم فهارد لك مباراة النهاردة لكن اكيد اللي جاي افضل بكتير لان الفريق فعلا بيمر بمرحلة جيدة جدا والله يا كابتن انا احنا نتمنى لكل عناصر اللي هذا ان احنا نكون كلنا بنرتقي بالمستوى بتاعنا في الاداء وفي التحكيم وفي الجماهير وفي الملاعب عشان الدنيا كلها مصر كلها في مهضة عامة مصر كلها في مهضة عامة صح والدولة كلها بتنهض وبتنهض بقوة يبقى لازم احنا كمان في الحاجات اللي احنا بنشتكي منها دي لازم يكون لها حلول وحلول جزرية علشان ما نفضلش بقى بعد المباراة وبعد 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 نفضل نتكلم في الكلام بقى لان صراحة هو متكرر هذا متكرر بشكرك جدا كابتن عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي ام بي على فكرة من المفارقات ان النهاردة الثلاث لقاءات اللي اتلعبت الوقت بدلت ضايع فيها كان سبع دقائق فيه الشروط التاني من المباراة على جانب اخر احنا لازم بعد الفاصل هنبقى راجعين بمكالمة ان شاء الله تحكيمية علشان برضو نشوف الردود المختلفة والاراء ربما تتضح بعض النقاط او الاراء اللي ممكن تفيدنا كلنا بعد الفاصل في الماتش خليكم موجودين معنا احنا بنقده في مجال الرياضي والاستضافات الكتيرة جدا اللي موجودة وعلاقة مصر كقوة نعمة في الرياضة مع المجتمع الدولي الخارجي وما يحدث من دفع قوام القاعدة السياسية واهتمامه بالرياضة والمنشآت في الحياة ليه اثره كبير جدا اختيار مصر ان احنا ننظم الاجتماع الدولي او الاجتماع الوادة المنظمة الدولية للمشطات وايضا الرادو المنظمة الافريقية واجتماعات المكتب التنفيذي واللجان التأسسية ده شيء يعني مهم جدا انها لحظة تاريخية بالنسبة لنا لانه الاجتماع الثاني هنا في افريقيا بعد اجتماعنا الاول عام 2013 في جوهانسبيرغ ولكنها كانت في الحقيقة لقاءات هامة بالنسبة لنا لممثل الادارات والرعاة والتنفيذيين ولمؤسستنا ايضا وبالطبع هذه هي المرة الاولى لنا هنا في مصر لذا كان اختيارنا للتنظيم هو القاهرة ويجب ان اشكر ما وجدناه من تعاون وتنظيم والذي كان خصيصا من قبل وزير الرياضة اشرف صبحي الذي يعد قائد من اهم القادة في المنطقة فتحت قيادته سيكون لديكم برامج رياضية قوية لذا اشعر بالراحة وبالسعادة جدا بما يحدث الان في مصر فيما يتعلق بهذا الامر تحديدا اتيار الوادى لمصر نتعمل اجتماعها الاول مرة في تاريخ مصر يعني ده بيبين ثقة المصر وان وكالة كبيرة زي وكالة الوادى نتحضر عندنا ده حاجة كويسة جدا وفي تتماشى مع الرؤية المصرية في استضافة الاحداث الكبيرة انا النهاردة فخور بالمصر النظامة هذا الحدث وانا النهاردة بحضر كمان بالصفة طينية برئيس الاتحاد الدولي في مصر في اي حاجة ده شرف كبير لنا وده دليل يعني رؤية الناس لمصر احنا شايفين الفترة الاخيرة الرياضة عملت ازاي في مصر الرياضة العالمية كلها منتاجها لمصر فعز كورونا فعز الدنيا كلها اي بطلاط عالم اي حاجة عملت في مصر كان دي يعني دليل على ان البلد الحمد لله يعني كويسة في كل حاجة في ميزة كبيرة جدا حصلت الفترة الاخيرة ان بقى فيه لأول مرة يمكن وزير متخصص في مجال الرياضة والشباب وطبعا لأول مرة ايضا بيتم عمل لجنة علمية كبيرة جدا من اساسة الكليات في التخصصات المختلفة وقعدت مع كل اتحادات واكدت على دور الود والمنشطات وكيفية ما يحصلش مشاكل بعد كده على اساس ان هيبقى فيه ملف صحي كامل لكل لاعب في المنتخبات اي حدث جديد الوزارة بتعمله وبتتفاعل معاه وبتكون يعني اللي احنا شايفونه هاردة ده اول حدث يحدث في مصر ان احنا نصديف رئيس الوكالة الدولية مكافة المنشطات وعندنا المنظمة المصرية مكافة المنشطات وكل ده لصالح مصر والصالح ان احنا نقدر نوصل ان شاء الله وان اعتمد المعمل بتاعنا هيفرم معنا كدير جدا جدا هيبقى المعمل وحيد في افريقيا اللي شغال وشكل اوسط هيفيدنا وحيفيد العابين وحيفيد الرياضين كلهم في جماع المجالات ده طريقة معيشة ودي موضوع تربوي وموضوع كبير وطبعا مصر السقة الكبيرة اللي موجودة في مصر عشان ينعقد على مؤتمر بالشكل ده موجود في مصر ده يدل قدي مصر بلد الامن والإيمان والبلد المحتار من اللي بتلتزم بالمعايير والموثيق الدولية والموثيق الدولية وان مصر دايما مع الحق ودايما مع اللعب النظيف ودايما مع العدل طبعا يمكن كدولة مصرية عنينا كتير في الاتحادات من مشاكل المنشطات وده نتيجة عدم اهتمام او عدم درائع مش حاجة تانية واللي احنا شايفينه النهاردة من وزارة الشباب والرياضة اهتمام كبير جدا جدا واهتمام من الدولة بالمنظومة الرياضية واهتمامنا بملف المنشطات ده مسج للعالم كله ان احنا في مستوى عالي جدا من الاهتمام والتنظيم واحترافية الادارة الرياضية يعني في استفادة فنية عالية جدا ان الوقت تبقى هنا موجودة عشان نبقى احنا يعني ممكن نقدم على معمل يكون المنشطات ويكون معتمد هنا ان شاء الله في مصر لان طبعا السيدك عارف ان الفرق المصرية كيف كتير جدا وبتسفر برا وعشان نبقى من طمانين على اللاعبين بتوعنا قبل ما يسافروا فانا اعطاك ان دي نحية اقتصادية كبيرة جدا ونحية فنية كبيرة ايضا من نحية دولية عظيمة جدا اهلا بحضراتكم مرة تانية في المتش قاعدين بنتجادل انا وزميلي على موضوع هدف الاهلي وعبدالقادر السابق حسام حسن وده لقى لانه لو على مستوى اللاعب امبي فحسام سابقه لكن الفكرة في ان الكورة سابق حسام حسن فرجع الورى فمش اوفسايد ولا حسام هو اللي سابق الكورة ده الخط وخطوط الفار ما بيكونش فيه الحكم رأي ليها هو مجرد بيتقاله ان الخط بتاع الفار قال لنا ان حسام حسن مش اوفسايد فرجع قارن بعد ما الخطوط بقى بتكون معمولة والحقيقة انه انا لا افهم في هذه الخطوط على مستوى الهندسي بس هو المفروض ان الفار بيتعمل تلقائيا بيتحط اخر الخط على اخر لاعب في الفريقين لكل فريق يعني فيتحدد لنا في اوفسايد ولا لا هل من منظركم كده حسام سابق عبدالقادر فيبقى اوفسايد ولا الكورة راجع الورى مش متقدمة لقدام فيكون مش اوفسايد الحكم قال انه مش اوفسايد والهدف احتسب لصالح الاهلي وفاز الاهلي بنتيجة اتنين واحد مع اعتراضات قوية من مسؤولي امبيت عن استعرض ماذا قال بيتسو موسيماني الموديل الفني للاهلي بعد هذا الفوز في المباراة قال موسيماني انه خضنا كأس الربطة بفريق به بعض الناشئين ولا نملك فريقا ثاني في الاهلي فبالتالي سأخوض مباراة استرن كومباني بالتشكيل الطبيعي في حالة عدم تأييد المباراة احترم كل الفرق التي نواجهها وعمري ما تحدست عن عمل اي مدرب او اي فريق اخر يجب ان ندرك كان لسه متكلم طبعا من كام يوم على الفرق اللي انتو خايفين انه هم ياخدوا الدوري احنا هنكسبهم بس هي الفكرة كل مباراة بطبيعتها في التصريحات قال يجب ان ندرك مدى صعوبة اللعب في ملعب المقاولون بسبب سوء ارضية الملعب ولكن في النهاية هذا يعود على الفريقين تحدست مع فريقي واكدت لهم انهم سيلعبون بشكل افضل على هذا الملعب بسبب لعبنا عليه اخر مباريات يعني وبتكلم عن الماتش اللي فات واللي قبله انتصرنا بصعوبة على ارضية ملعب صعب اللعب عليها وسيطرنا على المباراة الكامل اعتقد ان ام بي اتيحت لهم فرصة واحدة فقط ونجحوا في تسجيل هدف تعاملنا جيدا مع ابوك وهو افضل لعب في ام بي ونجحنا في تقليل خطورته اليوم كنت متأكد اننا سنسجل ولكن بالطبع لم اكن متأكدا من تحقيق الفوز لكن اوجه رسالة لكم لا تشككونا في قدرات الاهلي الاهلي فريق كبير خسرنا كأس الربطة وذهبنا لكأس العام الاندية بدون الدوليين وكسبنا وحققنا نتائج ممتازة اريد ان اؤكد لكم اننا سنفوز بالدوري هذا الموسم لن نفوز به بسهولة ولكننا سنتوج به دي رسالة يعني وعد واضح يعني يجب ان يكون اي لعب في الاهلي جاهز للعب في اي لحظة نلعب بدون خط الدفاع بالكامل اليوم وجميع اللاعبين في منتصف الملعب غير موجودين قال انه اراد اراحة بيرسي تاو عبدالقادر وفي النهاية فوزنا في المباراة وهذه هي روح الاهلي نصلي وندعي ليلحق كل المصابين بالمباراة النهائية امام الوداد المغربي محمول متولي غير جاهز وعائب من اصابة طويلة وتعرض للاصابة في الجزائر ايضا قبل مباراة سطيف لذلك علينا استعادته بحرص قال ان متولي لو لعب مباراة زي اللقاء نهاردة في هذه الغيابات كأني بقتله كنت سأدفع به لو تقدمنا في النتيجة هناك امور غير مفهومة في سقوط اداء اللاعبين ولكن روح اللاعبين عالية الفريق خاض عددا كبيرا من المباريات الكبيرة في افريقيا والدوري وهذا يجعل ضغطا كبيرا على اللاعبين بالفعل كالعادة بيستعين بالدوريات الاوروبية وتحديلنا للبريمير ليج فقال ان منشستر سيتي كان متصدرا للدوري بفارق 14 نقطة وفي النهاية الان الفارق مع ليبر بول نقطة وحيدة اوضعوا نصف نهاية دوري أبطال اوروبا هل السبب هو عدم تركيز جوارديولا وديبروين عادي اه تقلقه انه مركزش الضغط العصبي على اللاعبين بسبب تلك الفترة هذا طبيعي وانا اقلق بالطبع من ذلك ولكننا لسنا على مسافة بعيدة عن المتصدر طبعا طبعا والاهلي اذا كسب ماتشاته هيتصدر هو الدوري ألسى نعود من افريقيا ونركز على بطولة الدوري ولن يكون هناك اي اعذار لاي لاعب في الفريق دي برضو رسالة بيوجهها لللاعبين اكيد مش بس للجمهور بيتسو موسماني الموديل الفني للفريق الاحمر بعد الفوز على امبي النهاردة اللي تصريحاته كانت غاضبة على مستوى الهداية التحكيمي سواء بالكابتن عبد الناصر محمد معنا من شوية او الكابتن حلمي طولان في المؤتمر الصحفي اللي هنستعرض تصريحاته خلال دقائق على جانب اخر فالزمالك بيستعد لمباراته المقبلة والمباراة المقبلة هي في بطولة الكأس في النسخة الماضية في الدور نصف النهاية امام اسوان يوم الاثنين استعدادات الزمالك لهذه المواجهة شملت الاستعداد لضربات الترجيح بالنظر لانه قد يتأخر الفوز فناصر الـ 120 ديئة قد يتأخر اكثر فناصر لركلات ترجيح فالزمالك كان من ضمن استعداداته لهذه المواجهة التدرب على الركلات الترجيحية في الوقت اللي شيكابادة لسه بيتأهل وطرق حامد ايضا وامام عشور جاهز بنسبة 100% بعد ما كان شوية كده مشاكل عملته اتعمله برنامج بدني خاص فهيبقى جاهز للمباراة وفريرة حاول يصحح اخطاء المدافعين اما موقف المسلوسي فحتى الان غير واضح حال هيلحق بالمباراة بعد الاصابة اللي جات له في لقاء طلاع الجيش ولا هيلحق ستتضح الامور خلال الايام او اليوء بكرة بالكتير يعني طيب بمناسبة الكلام عن الزمالك اتقال النهاردة انه والد احمد سيد زيزو جناح الزمالك كان في اجتماع مع مجلس ادارة الفريق الابيض او النادي علشان يتكلموا على بند الشرط الجزائي اللي هو 42 مليون جنيه انه قد يحدف البند ده وبالتالي دي التفاوض والتفاوض الحقيقة طول الفترة اللي فادت كان فيك مكالمات ما بين والد احمد سيد زيزو المسؤول عن ملف التفاوض ليه وما بين ادارة نادي الزمالك فزيزو كان برا القصة وما كانش بيجتمع باي شكل من الاشكال والد احمد سيد زيزو قال لادارة الزمالك انه ما عندوش اي مشكلة مع النادي ولا عندو اي مشكلة مادية وانه عمره ما هينسى فضل النادي عليه وانه قصة تعديل التعاقد او البند ده ما عندوش اي مشكلة فيما يخصه وبالتالي هو مش بيدور على انه عايز يستغل الشرط ده بنهاية الموسم وقال انه لحد النهاردة ما فيش حد من الادارة فاتحنا في الامر ده بالشكل الواضح لكن في تواصل بيننا انما احنا ما عندناش اي مشكلة في هذا الخصوص بمناسبة الزمالك كان يوم الخميس الزمالك كسب بطولة افريقيا لابطال الكؤوس لكرة اليد بعد ما كسب الاهلي بفارق هدف 29-28 مباركة العادة ماراثونية توج بها الزمالك بالبطولة في النهاية مليون مبروك للزمالك وهارد لك للاهلي انتصار ببطولة كبيرة كان قبلها باسبوع وعشر ايام كان فقد بطولة السوبر لصالح نفس المنافس الاهلي فبالتوفيق ان شاء الله للاهلي في كأس العام الاندية ومبروك للزمالك بالتتويج بهذه البطولة اما فريق السلة فالزمالك بيستعد بداية من بكرة بكرة هيبدأ مشواره في المرحلة الاخيرة من بطولة البال الزمالك كان تصدر مجموعته هنا وبالتالي تأهل لربع النهائي وربع النهائي دي ادوار اقصائية مباشرة فالزمالك كان متصدر مجموعة الصحراء الناحية التانية والزمالك مجموعة النيل كانت تصدرها الاول بيلعب الرابع والتاني بيلعب التالت والتالت بيلعب التاني والرابع بيلعب الاول فالزمالك هو الاول هيلعب الرابع اللي هو فريق سلاك الغيني بالمناسبة سلاك الغيني مدربه المساعد الكابتن محمد البرنس مدرب مصري المدرب العام بتاعه لكن الزمالك رايح بأمل واضح واحد وهو أبرز المرشحين للفوز إن شاء الله بالبطولة إنه يكسب البطولة للسنة التانية على التوالي عشان تبقى ختام ممتاز لموسم فريق كرة السلة هو طبعا الزمالك كان ضم مهابي ياسر وبالتالي دعم مهم جدا للصفوف الفريق أنس أسامة موجود في الفرقة وكمان حاسم أو ملفه في خصوص التجديد همأجله لبعض البطولة كان فيه عاصم مرعي لكن للأسف فشلت إجراءات سفروا مع البعثة رغم إتمام التعاقد معاه لكن بشكل عام إن شاء الله الفريق يكون قادر بداية من الغد على التدرج في الأدوار حتى أصعود إلى منصة التتويق بإذن الله طيب حليني أروح معكم لأخبار سريعة جدا على المستوى المحلي والمستوى العالمي بكرة عندنا متشات في أدواري إن شاء الله واللقاءات اللي عندنا هتكون كالتالي عندنا مواجهة ستجمع ما بين الإسماعيلي مع البنك الأهلي الساعة 4 في السادة الإسماعيلية المصري البور سعيدي مع فيوتشر الساعة 6.5 مباراة حب تتفرج عليها المباراة دي الإسماعيلي طبعا هيبحث عن انتصار جديد يبعده لأول مرة عن قاع المسابقة على مستوى الثلاثي المصري مع فيوتشر المصري من أجل تحسين النتائج وفيوتشر من أجل مواصلة الانتصارات سيراميكا كليوباترا بعد الخسارة في الجودة الماضية بيسعى لفوز على المقصة اللي كسب الجونة فتحسن موقفه نوعا ما في الجولة السابقة الإسكندرية ستستضيف لقاء الاتحاد مع بيرامدز برضو مباراة حلوقاوي ما بين فريقين كل منهما له طموحه للاتحاد لتحسين النتائج بعد نتيجتين صعبتين 4-3-5-2 وبيرامدز للعودة للانتصارات ومواصلة أمل قنص أول بطولة في تاريخه احنا عندنا أول مبارح أعلن أسماء الحكام المشاركين في كأس العالم 36 حكما على مستوى حكام الساحة بكتور جوميز هو حكم مباراة الأهلي مع الوداد النهاردة أعلنه بملكة سيما يكون ماسيك الفار بكتور جوميز موجود بملكة سيما نفسه موجود سيكازوي موجود لا تواجد لأي حكم ساحة مصري أراها مستغربة الناس بتقول أنه ده دليل على أن المستوى التحكيم في مصر مش في أحسن الحالات 100% عندكم حق لكني أبقى طارحا للتساؤل هو منطقي أنه فيش ولا حكم مصري يرشحه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم دي محتاجة توضيحات وردود واضحة من لجنة الحكام المصرية والكابتن عصام عبد الفتاح لأنه كان من فترة الخبر طلع والناس هو طلع أنكر لكابتن عصام قال أنه لا وهيكون في أسماء لم يتواجد إلا الكابتن محمود أبو الرجال كحكم مساعد في كأس العالم بإذن الله طيب بمناسبة الحكام المساعدين فمعنا الحكم المساعد الدولي السابق الكابتن تحسين أبو السادات كابتن تحسين أهلا بحضرتك منورنا إزاي حضرتك أوساني ودايما منور قناة صدى البلد ودايما إن شاء الله كده مساند للتحكيم المصري ربنا يبارك فيك وموفق دائما وبنستمتع بسماع آراءك المختلفة وعايز أسألك على مباراة الأهلي مع أمبي النهاردة لأنه عاملة جدل شويتين والجدل ده بيتكرر بشكل أسبوعي فالناس بتروح لحتة هو التحكيم في مصر بخير ولا إيه اللي محتاجه لتحسين الأمور والله يا عساني إحنا التحكيم المصري محتاج تضافر الجهود لأن إحنا فعلا عندنا مشكلة لازم المسؤولين عن التحكيم يعترفوا إن فيه إن إحنا عندنا مشكلة عندنا مشكلة والدليل إن إحنا عندنا في كل أسبوع مشكلة أخرى يعني نخرج من المشكلة ندخل في المشكلة تانية فلازم أنا كمسؤول عن التحكيم أعترف الأول بالخطأ عشان أبدأ أصبح من غير إعترافي إن فيه أخطاء يبقى كده أنا بقول لحكامي أنتم ماشيين في طريق الصحيح هل فعلا الحكام ماشيين في طريق الصحيح الإجابة إيه بقى؟ طبعا لا لا إيه المشكلة؟ أولا نرجع وراء الإسبوع اللي فات ولا نبدأ من المعارضة؟ نرجع نرجع جدا نرجع إحنا عندنا لعبة أثار الجدل اللي هي لعبة مباراة الأحيان نظبوط حضرتك إحنا لو قلنا الهدف مخالف للقانون من الكرة متحركة فاللعبة دي لعبة حكم تمام لعبة الحكم هو من حقه لاستئناف ده بتاع حكم الملعب أو أحد الحكام الموجودين في الملعب تمام لهم الاثنين المساعدين أو الحكم الرضا طالما إن الحكم سمح باستمر اللعب يبقى مش من حق الفار اللي يتدخل كده أنا كحكم في الملعب اعتمدت الهدف يبقى خلالها دي مش من الحالات اللي ممكن نرجعها طيب يبقى هنا ده حطأ الفار مش الحكم الساحة صح؟ ولا الاثنين الفار تدخل تدخل خاطئ مش من حقه يتدخل في اللعبة تمام بدليل إن تاني يوم في الدور الإنجليزي نفس اللعبة نفس اللعبة حتى لما طلبوا من الحكام الملعب ارجع للفار قالوا من اللعبة دي مش مفيش فاهم راجع ببقى واعتمد الهدف اللعبة التاء النهاردة في بطش النهاردة لما بنتكلم حضرتك مش عاوزين ناخد اللعبة اللي في الآخر عشان يقول ايه ده 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 نساني أهلاوي أو زمال كون هناش هتصنف كده لا خالص خلينا ناخد مجمل المباراة كلها الفاول اللي أحرز منه هدف إنبي مفيش فيه خطأ مكتفة عادلة احتسبت فاول احرز منه هدف الإنبي تمام اللعبة الأولى نتكلم في اللعبة التانية فيه ركل الجزاء للأهلي اللي هي اللعبة بتاعة حسان حسن ضيفها ركل الجزاء لم تحتسب ولم يستعيه البار احنا النهاردة بنتكلم بنقول البار تدخل تدخل خاطئ واللي البار مفروض يتدخل فيه ما تدخلش اي اللعبة التانية اللعبة الأخيرة بتاعة الهدف اللي أحرز بتاعه الأهلي اللعيب حسان حسن في موقف تسلم ويعاقب لأنه هو تدخل مع الخص اه وبعمل حركة واضحة حدث من قدرة المنافس على لعبه تمام طب ممكن نستعرض الصورة تاني اللي جات لنا من البار وعايز توضحها لي أكتر التسلل ده جاي بمعنى أنه بحالة شكل طبيعي أن الكورة هو كان سابق الكورة معناها أيوة كان لحضرتك الخط ترسم على رجل اللاعب رغم أن فيه ميل في جسم اللاعب ناحية المرنة اه كان مفروض اللاعب المتسلل اه على حسام حسن كان مفروض أن الخط يترسم على جزء اللاعب من فوق مش على رجل اه مفهوم ففيه جزء من جزء اللاعب سابق الكورة هو الخط ده بيترسم إزاي يا كابتن هو مفروض أن أنا بحدد أنا اللي بحدد أنا اللي بحدد له النقطة اللي يرسم عليها كان مفروض يحدد له النقطة اللي يرسم عليها اللي هي الكتف الشمال لحسام حسن تمام مش يحدد رجله لأنه لو حضرتك بسط في الصورة هتلاقي من الكتف الشمال سابق الخط مظبوط أيوة يبقى كده فيه تسلل والحركة اللي عملها حسام حسن يعاقب عليه يعاقب عليه أنه يبقى متسلل فيلغى الهدف عمل حركة واضحة يبقى احنا عندنا ثلاث أخطاء كبيرة في الماتش وخطأ الأول هدف MP هدف MP من فاول غير موبود ها وأقول لحضرتك كمان بقى عشان نرجع بقى للفار وروح الفار ومش عار لا تابعنا دلوقتي لو الأولى لو نرجع لروح الفار كان نقول له أنه دي مش فاول وحرز مينه هدف ها بس دي طبعا لا بس دي مش برضو مش من اختصاصات دي أوضح كمان حتى يبقى لو قلنا مش من اختصاصات يبقى اللعبة اللي فاتت مش من اختصاصات محنان مفهوم مفهوم كلامك مفهوم كلامك طبعا ها أما اللعبة التانية المفروض ان هو يدخل فيها اللي هي ركلة الجزاء تمام بتاعت فتان حسن ما تدخلش فيها الفار طيب ليه ما فيش ولا حكم مصري في كأس العالم على مستوى حكم الساحة طبعا موجود الكابتن محمود أبو الرجال حكم الساحة افريقيا ونبريك له ان شاء الله وان شاء الله نشوفه في الموبرات النهائية ان شاء الله ان شاء الله احنا طبعا كان عندنا اخونا اه حكم الدولي امين عمر كان مرشح مه وكان مفروض ان امين عمر يلقى مساندة اكتر اكبر من كده اي من المسئولين وخصوصا ان احنا عندنا مسئول الزوني كابتن عصان عبد الفتاح مه طبعا في اولى ترشحاته كان يبقى من عمر مساند او ممثل التحكم مه اه طبعا امين حضرتك فيه مساندة كبيرة من الحكام مثلا او من الدول تانية اقوى من اه بس ببساطة امين مستواه يؤهله انا 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 من من بدايات امين وانا مختنع بفنياته مه وبعدان حضرتك لو احنا حكمنا عليه في الدورة دلوقتي طبعا انا نفسيا محبط محبط ده بخصوص مباراة البنك الاهلي واللقطة الجدلية دي اه انا 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 راجل مرشح وخلاص استبعتهم الترشحات طبيعي ده منطقي اه يعني انما امين لا خلاف على مستوى اه بقول له حضرتك الحكام الامينة فعلي اه تمام يعني والموهوبة فكان مفروض يلقى مساندة اكبر من كده تمام انا بشكرك جدا ان كنت تحسين وبرده 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 حضرتك كان مفروض كان مفروض المساندة دي والدعم ده كان يبقى اللخونة والحاكم الدول الكبير محمود عشور محمود عشور محمود عشور كمان من النصر اللي الظلمت لان احنا اه حضرتك اه استعرضت كده الدول اللي بتطبق الفار في افريقيا اه فح مصر والمغرب فقط لديه اي المغرب رايح اتنين كاس عالم منها حكام بار ومصر مفيش حد بيمثلها في حكام مين تمام يعني الاتنين اللي راحين ان شاء الله كاس العالم قطر في ان البار ممثلين لأفريقيا الاتنين من المغرب اي واحنا دولتين اتنين فقط في افريقيا اللي بنطبق الفار مظبوط مفهم مشكرك كابتن تحسين على وجودك معنا وتوضيحاتك واراءك المختلفة في قضايا التحكيم المصري موقف المصابين هنستعرضه مع الكابتن عمر انور نجمة الاهلي السابق علشان الاهلي موقفهم ايه الفترة اللي جاية سواء مباراة استين كومباني اذا لعبت بشكل طبيعي في موعدها ومباراة الاهم هي نهاي دوري ابطال اوروبا لكن قبل ما نطلع لفاصل فالنهاردة دي بروينا اعلن كافضل لعب في الدوري الانجليزي هو افضل مواسمه على مستوى التسجيل مع منشستر سيتي منذ الانضمام اليه كان فيه منافسة ما بينه وما بين محمد صلاح وما بينه ما بين ارنولد من ليبر بول وما بين بوين من ويست هام وغيرهم من اللاعبين لكن بتصويت الجمهور وتصويت العشرين كابتن للعشرين نادي في الدوري الانجليزي بالاضافة الى البانل بتاع الخبراء اختيرة كيبن دي بروينا للمرة التانية في اخر ثلاث سنوات وللسنة التالتة على التوالي لعب من منشستر سيتي هو اللي ياخدها بعد ما كان الموسم اللي فات روبين دياش ويمكن على مستوى افضل لعب شاب ففود للسنة التانية على التوالي كسبها انا كنت شاف ان مونت يستحقها على مستوى اللاعب الشاب وكنت استحق ارى ان يا ارنولد يا صلاح ممكن يبقى اكتر من دي بروينا لكن طبعا كمتوج بينظر اكتر لارقامه وبتديله كده غالبا يعني دفع هو لعيب كبير قوي ولمساته ساحرة ومؤثر دائما ففوزوا بيها مش اعتبره ظالم يعني لكن انا كنت شاف انه ممكن يبقى صلاح كهداف وابضل صانع وارنولد كلاعب مثالي على مستوى الظاهير الايمن لكن دي بروينا ياخدها انا مش شاف ان هي ازمة حقيقية او ظلم كبير يعني لكن اهم حاجة صلاح دور الابطال ان شاء الله وده مش بعيد وان شاء الله تكون نجم المباركة كمان بعد الفاصل الكابتن عمرو انور هو وضفنا في الماتش خليكم موجودين معنا كلام كتير اوي هنسأله فيه وهنستنى اجاباته بعد الفاصل ممكن تكون بتشجع الوداد بس عشان الرجاء المغرب هتشجع المغرب وانا رئيس زماني هشجع الاهلي ضد الرجاء وعلى فكرة جاتلي دعوة ان انا احضر الماتش النهائي بين الوداد والاهلي والاهلي والوداد وانا طبعا باشكر رئيس اتحاد المغربي وباشكر سعيد الناصري اللي هو رئيس النادي اللي اعلقتي الحمد لله بكل هنديها العربية ورأساها محترمة جدا من المحيط للخليج عشان مساش حد لكن انا بفكر يمكن وجود يبقى فيه حرج مثلا يدايق بعض الاهلوية فابا فكر لو مش هيدايق حد هروح طبعا لاب الدعوة اللي هي بقى كلامهم مواضح بيخشوا الساد القاهرة مهزومين التسعين في المية وده مش جديد مواضح اللي حصل يا جماعة مع الاهلي مع الجوزيه قبل كده اولا كان مش عايز اقعد في مشتري ازا روح بترس مرتدوني استغل القاهرة فده اقول ابنحس ده موجود اصلا والحسد موجود والسحر موجود فرحانين جدا بنحتفل طبعا بمجهود اتعامل لمجرس الادارة والمسشار مرتدى منصور يعني من شهر ده مبارح ماشي الساعة تراتة بالليل عشان يظهر هزا الاخرار فاحنا انا كعده مجرس الادارة اول الشاكري للمسشار مرتدى وبقول له شكرا على انك عملت الحاجات ديت وكنت دايما عاوز تنزل النادي الزمالك في احسن حاجة بكلم الجامعية العموية وبكلم جمهور الزمالك بقول لهم احنا شغالين للمهار بالنسبة للفتاح ده ده فعلا ده اضافة لنادي الزمالك اكد انك بتعتبر بتفتع فرق جديد يمكن حضركم شفته لما معال الوزير جاه وبدأ من اول البوابة لحد النقطة اللي احنا قفين فيها دي مساحة قدي النادي تاني وكان اتعرض فيديو العربيات اصلا كماشي في الشارع ده ومحلات لكن الحمد لله بفضل المجودات وفضل التوجهات رئيس المجلس الحمد لله بقى زي المنظر اللي انت شفته مبروك لنا كمجلس ادارة مبروك لرئيس مجلس ادارة مبروك للجمهور مبروك للجامعية العموية تطوير اللي اتعامل فيه المنطقة دي بصراحة انا واحد من الناس ما كنتش متخيل ان ده كان مدخل نادي القديم خالص قبل حتى ما تتقفل البوابات من برا السوري القديمة بتاعته تم عرضها قبل ما يتم تطويره وتجديده دلوقتي اصبح حاجة يعني فخمة جدا حاجة محترمة جدا 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 بصراحة يعني الاهديات رخام لاندس كيب يعني شاشات عرض فعلا رئيس ناتزة مالك السيد المستشار مرتضة منصور يعني كل يوم والتاني بيضيف حاجة جديدة لناتزة مالك انا شخصيا بحيي عليها النهاردة احنا جايين نحتفل بافتتاح جزء جديد يحسب للمستشار مرتضة منصور رئيس مجلس دارة ناتزة مالك ولمجلس دارة ناتزة مالك قبل بداية فصل السيف والعضاء الجمعية العمومية والعضاء ناتزة مالك المحترمين اعتقاد الشخصي خلاص انتهى فترة الامتحانات بشكل كبير جدا يتبقى عدد قليل من الامتحانات اعتقاد الشخصي كان مطلوب في الوقت ده ان انت تعمل حاجة جديدة لعضاء الجمعية العمومية لسه يمكن نجحين ما بناش ثلاثة شهر ان انت تقدر تعمل حاجة لعضاء الجمعية العمومية لنادي زمالك اعتقاد الشخصي ده شيء رائع لكن برضو بطمنهم في نفس الوقت ده مش هيغنينا عن الاولوية اللي بالنسبة لنا وهي فرع نادي زمالك في 6 اكتوبر لان ده اول اولويات مجلس دارة نادي زمالك ان شاء الله هناك العديد من الخطوات في الفترة القادمة لمصلحة نادي 6 اكتوبر والشكل الرائع الحضاري لنادي 6 اكتوبر ان شاء الله لهم اهلا بحضراتكم مرة تانية في الماتش منورني النجم الكبير الكابتن عمر انور نجم الاهلي السابق ومدرب الاهلي السابق في قطاع الناشئين المدير الفني لمصيدة صلاة كابتن عمر اهلا بك منورنا اهلا بك هاني دانورك مناور الدنيا كلها مبسوط بوجودك معي كالعادة انا اسعد انت عارف يعني حبيبي معنا نقاشات كتيرة قوي اهمها طبعا ملفات الاهلي فهبدأ معك بفوز الاهلي النهاردة على ام بي بهدفين لهدف من الناحية الفنية قبل ما يتكلم في شوية جدل تاني شفت ازاي المباراة وفوز الاهلي او عودته للانتصارات بعد اربع ماتشات من غير فوز في الدورة يعني في البداية طبعا بنقول مبروك للنادي الاهلي وهارد لك نادي ام بي انت عارف الفوز اللي هو بيبقى متأخر ده بيبقى ليه طعم مختلف والخسارة برضو لما بتبقى يعني لما بتبقى المباراة في ايديك وبتحس انها ضعت في ديقتين او في اخر الوقت دي برضو بيبقى تأثيرها مختلف مكسب النهاردة مهم جدا للنادي الاهلي كان محتاجه نهاردة انت بتتكلم في خمس مباريات ما كانش فيه مكسب يعني الاربع اللي هما اللي قالوا كده خسارة وثلاثة عدولات مكسب كان مهم جدا انت داخل يعني او اللعيبة داخل على يعني مباراة مهمة جدا ومباراة مصرية هتتلعف في اجواء انا شايفها يعني صعوبتها تبقى نفسيا اكتر منها في النية اي فكنت محتاج ان انت تروح وانت برضو كسبان ان انت برضو ماشي في بطولة اللي هي المحلية بشكل كويس جدا ابتديت يعني ترجع للانتصارات لانه برضو حتة ان انت اربع مباراة وربعض صح واخد منهم تلات نقاط صح دي حاجة لا النادي ولا اللعيبة ولا الجهاز الفني ولا الجمهور حتى متعود على كده من النادي الآن فمش عايز اقول كان فيه هزة بس لا يعني انت النهاردة خسارة النقاط وربعض بالشكل ده لا يعمل تأثير نفسي كبير جدا عن اللعيبة وده كان واضح النهاردة تأثير النفسي للنتائج السابقة وعلى اللعيبة ها طبعا في الاندفاع وفي التصرع وفي الجهد اللي ما توزعش على التسعين ديئة يعني انت لو لو تفرجت على المباراة النهاردة هتلاقي النادي الآيلي عامل خمسة وعشرين ديئة تلاتين ديئة على اعلى مستوى صح فيها ضغط وفيها ضغط شرس وفيها هجوم وفيها وصول للمرمى يعني ولولا خلي بالك برضو التقلق بتاع محمود جاد النهاردة لا كان نادي الآيلي قدر يحسن المباراة خصوصا ان انت برضو يعني من بداية المباراة لنهاية المباراة هو معتمد على الزون ديفينس ومعتمد على الهجمة المرتدة ففيه فرق ان انت النهاردة برضو مع الوقت لما تبقى محقق الهدف بتاعك ان انت مش خسران ده برضو بيدي لك معنويات اعلى وده بيحبط برضو الفريق قدامك شوية لان انت عندك يعني عندك اربع مباراة واربعات انت مكسبتش فكل ما الجوم بيتأخر كل ما المكسب بيتأخر كل ما التوتر بتاعك بيزيد والتصرع بتاعك بيزيد فهو ده السيناريو اللي كان ماشي بيه الماتش النهاردة غيابات كتير اي اوي بفريق الاهلي النهاردة خط الوسط بالكامل بتلاح سين الشحات وقفش جنب احمد كوكا ده سورياسي خط وسط الاهلي خط الدفاع محمد هاني مساج جنب رامي ربيعة اللي ما بيدعبش بقاله كتير دي كلها ازاي ممكن تكون مؤثرة على تفكير الموديل الفني وهو داخل على مباراة بعد لقاءات عديدة هو نفسه انتقد فيها اه طبعا لا انت النهاردة بتتكلم في 12 لعيب في 12 لعيب دول هنقول على لقل منهم 6 او 7 اساسين يعني انت النهاردة يعني لو مسكنهم لو مسكنهم خط خط انت عندك اهم 3 لعيبة في الفرقة من وجهة نظر ديانج عمر السلية الحمد فاتحي مش موجودين بقال لهم النهاردة انت بتتكلم في مطشين او 3 مطشات اي عبد المنعم مش موجود النهاردة هاني بيلعب سرد باك نظبوط كريم فؤاد بقاله فترة ما بيلعبش وعمل على فكرة عمل مباراة على اعلى مستوى النهاردة فنيا وبدنيا يعني بالنسبة او للعيب ما بيلعبش بشكل مستمر اي انه قد بالشكل ده ويكله الدور الهجومي ده بالشكل اللي هو قدر يلعب به النهاردة لا انا شاف ان هو قده بشكل كويس جدا علي معلول يعني طبعا مش هو ده علي معلول بس هدفين جابهم بالاخر يخلهم مفيش كلام ممكن لا مش قصدي بس جلائي انا اقصد ان انا بتكلم على ختم مبتاز لمباراة غير رائعة لا انا بتكلم على الحالة الفنية بتاعة علي معلول اللي احنا متعودين عليه الانتاج بتاع علي معلول على مدار التسعين دي طبعا مش كامل بدليا ولذلك هو حتى المباراة اللي فاتت كان المسلماني محتاجه صح وبرضو ما لعبوش لان يعني النقطة اللي انت بتكلم فيها دي نقطة مهمة جدا وبرضو احنا مش عايزين نخفل النادي كله من مجلس الادارة للجهاز الفني للعيبة كله مجهول ومركز طبعا صح والاحداث اللي حصلت وملعب المباراة والاحتجاج اللي اتعمل فيه فيه حالة من التركيز مع المباراة النهائية ليه لان ده يعني ده ماتش انت هتلعبه هتكسب بيه بطولة انت النهاردة لسه الدوري قدامك طويل وانت فارق وحتى النهاردة لو بيديع منك نقطة المنافسين بتوعك برضو هديع منهم نقطة وانت عندك يعني البطولات اللي هي الطويلة دي بيبقى فيها مجال انك تعود انما الفاينال افريقيا مفوش مجال انك تعود فالتركيز بتاع المباراة بتاعت افريقيا لا واخد واخد كتير جدا من الجهاز الفني ومن اللعيبة زائد ان برضو الاصابات دي كلها جاية في وقت حرج في وقت صعب طيب بمناسبة الاصابات كابتن عمر تعاني استعرض موقف المصابين في الاهلي طبيب الفريق الاحمر النهاردة بعد المباراة امام ام بيال ان عمر السلية خضع لبرنامج تأهيلي مكسف وجاهز بشكل نسبي ولكن فضلنا عدم الدفع به وسيتواجد معنا في اول تدريب حمدي فتحي بخير الالتهاب بسيط اللي هو في الحض والامور في تحسن مستمر وسيكون جاهزا للتواجد في اول تدريب جماعي قادم اليو ديونج جاهز بشكل كامل بعد تنفيذ البرنامج التأهيلي محمد عبد المناء مشتكى من شد في العضلة الضمة اللاعب يستجيب للعلاج والتأهيل ونأمل في لحاقه بالمباراة النهائية معنا انه اكتر واحد مش متأكدين بحسب التصريحات السابقة قال ان ياسر ابراهيم سيكون جاهزا للنهائي بشكل طبيعي وسنحاول ان يتواجد في اول او ثاني ماران قادم مع الفريق كريم فؤاد النهاردة تعرض لشد بسيط في السمانة بسبب المجهود البدني وفضلنا خروجه كاجراء اخترازي لا اكتر شارك مكانه طبعا حسين الشحات عادة خطوة الى الوراء قال ان الراحة الطويلة اللي حصل عليها بدر بنون اثرت على لياقاته البدنية طبعا خضع لبرنامج بدني في المغرب قبل تواجده معنا وبدأ في استعادة لياقاته عملنا برنامج مكثف لمدة اسبوعين بعدها سنعيد تقييمه بدنيا وعلى اساسه يتم الحكم على موعد عودته يتوقع الدكتور ابو عبلة ان يتواجد بدر في التدريبات بشكل جزئي بعد اسبوعين ثم بعدها باسبوع قد يتواجد بشكل طبيعي في التدريبات دي تصريحات الجهاز الطبي للاهلي بخصوص موقف المصابين كالتر عمر عدد كبير جدا وكمي كبير جدا وفي كل الخطوط يعني ممكن نستثني بس الخط الامامي هو ده اللي مفوش يعني حتى برضو انا اتفاجئت النهاردة ان الشناوي بدأ يعني لما الحارس يخرج في المباراة اللي فاتت وما يكملش المباراة بعدها المباراة انا اتفاجئت ان هو موجود حاجة كويسة برضو لان برضو لما الحارس الاساسي يلعب ويكون موجود ده برضو استعداد كويس جدا للمباراة النهاية انما المشكلة انت خط الظهر في اصابات كتير والمشكلة الاجبر انا رأيي التلاتة بتوع نص الملعب لان دول يعني بشكل كبير جدا بشكل يعني يعني يمكن بالنسبة عدل سبعين والخمسة وسبعين في المية ان التلاتة دول هيبدأوا المطش نهاية فرق اعتقد كده ان انت برضو محتاج في تأمين ومسك نص ملعب وعندك حد يعني انت عندك برضو حد زي عمر السلية وعندك حد زي ديانج عنده الحتة اللي هي الخمسين خمسين يقدر يتقدم ويقدر يلعب ويقدر شوية عمر السلية يشتغل صانع لعبة فيه الاختراقات بتاع الديانج مع سباة حمد فتحي فاعتقد مناسب جدا ان انت تلعب بالتلاتة دول في المباراة موسيباني النهاردة بعد المباراة قال احنا مركزين في افريقيا فالدنيا تبقى مختلفة تماما بعد ما نرجع من افريقيا في الدوري وقالها صريحة هنكسب الدوري السنة دي هل عندك قلق على عدم قدرة الاهلي على التتويق بالدوري للسنة التانية على التوالي؟ يعني بص انا في بداية كلامي معاك قلتلك لا فيه وقت فيه وقت وفيه مباراة وفيه وفيه فرصة كبيرة جدا ان انت تعاوض النقاط اللي انت فقد يعني اللي احنا فقدناه او النادي الاهلي فقد لا انا شايف ان الكلام منطقي وكلام يعني هو ده اللي لازم حيقوله المدير الفني حيوصله للعبة وحيشتغل عليه النادي الاهلي يعني مفيش بطولة بيلعب فيها لما بيكون منافس او بمعنى اصح هو بيلعب على اللقب فالطبيعي ان هو ده الكلام اللي هشتغل عليه فعلا ايه يعني احنا نفسنا قلنا يعني انا ما سمعتش وسمعني ايه 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 بعض المباراة بس احنا نفسنا قلناك الناس كلها مركزة في الفاين ايه وخلي بالك خد تركيزك برضو اكتر الاحداث ملعب المباراة طبعا الاحداث اللي حصلت والبيانات والاحتجاجات وكل ده واخد من تركيز الناس كلها طيب النقاطة الجدلية بتاعت التحكيم سواء الجودة اللي فاتت قدام البنك الاهلي او النهاردة قدام ام بي الاولى الاهلي هو اللي اعترض عليها النهاردة منافس الاهلي هو اللي اعترض عليها شايف المشهد ده ازاي كابتن عمر ولو اتكلمنا باللي فات ولا النهاردة يعني والله يبص يا هاني انا ما زلت عند رأيي ان احنا بنستخدم الفار غلط ودي المفروض حاجة اتعملت عشان تساعد في القرارات وعلشان كل واحد ياخد حقه انما للأسف احنا النهاردة برضو حتى النهاردة التقييم لا اي لعبة فيها جدال الحكام نفسهم مختلفين الخبراء التحكمين مختلفين رئيس لجنة الحكام نفسه الحالي مختلف مع السابق مصدر الطبيعي بقى احنا كمشاهدين او احنا كمتابعين احنا بقى نسمع كلامين او نصدقين اه فانا شايف ان يعني دي حاجة زودة الجدل اكتر في القرى اكتر ما كانت ما هي مش موجودة مع ان المفروض ان هو وجده هو هو اللي يساعد على ان ما يبقاش فيه جدل اي ان دي حاجة انت بتشوفها وبتعدها وعندك تلات حكام موجودين في الغرفة بتاعة الفار فانت النهاردة ما بيجدش انت الوحدك اللي بتاخد القرار اي فالطبيعي ان الامور تبقى ابسط من كده وتبقى اسهل من كده على الحكام انا شايف ان دي حاجة لما تعاملت اتعاملت عشان تسهل شوي على الحكام احنا بالنسبة لنا الموضوع مختلف تمام فانا برضو عند رأيي برضو ما زلت عند رأيي ان لازم الفقرة اللي هي بتاعة تحليل تحليل اداء الحكام انا شايف ان دي لازم تتلفل ليه كابتن مفروض ان هي دورها تثقيفي وبتوضح للناس القانون والفرق ما بين ده وده وكان المفروض يعمل ايه الحكام احنا ما بناخد اش كده بناخدها كدليل ان انا مظلوم وانت زلنطيني وللأسف الشديد انا بقولك انت النهاردة لو فيه اكتر من محلل وفيه اكتر من قناة تمام هم نفس المحللين دول مش متفقين على حاجة فالمفروض المشاهد يعني المفروض يعني المشاهد يستوعب كلام مين اه او يصدق كلام مين او مين اللي صح لو احنا بقى نتكلم في قانون وفي تطبيق قانون يعني انا استغربت جدا المباراة اللي هي بتاعة البنك الاهلي من كابتن يا صاحب محفتاح رئيس لجنة الحكام يطلع ويعلم بشكل رسمي ان التدخل فار غلط وان الهدف صحيح والنهاردة انا اقري له تصريح تاني ان لا احنا مش هنهقل بقى امين عمر لان امين عمر مغلتش وان تدخل الفار لا ده انا اقول لك وتدخل الفار سليم هو قال من اول يوم ان هو تدخل سليم لا ووصفه بروح البروتوكول طيب لا بص يا هاني الناس ده رأيه هو بص يا هاني مش مش هابطة معه لا لا يا هاني بص يا هاني بعدما انا قلت روح البروتوكول يبقى كلام مش مصبوط وبعدين النهاردة قال ان الحالة المشابهة في الدولة الانجليزية هي الغلط وربطة الحكام في الدولة الانجليزية هي الغلط طب معلش ده هو نفس الشخص وبعدين كابتن يا سامة هواش حد ولاي ده حكم دولي وحكم ليه تاريخ وليه باع لما يطلع يحصل الاختلاف ده في الكلام في يوم او في يومين او في موقف او في موقفين لا يبقى لازم الناس كلها يبقى عندها يعني عندها حذر او عندها قلق من التنفيذ بتاع تقنية المفروض ان هي يعني معمولة عشان كل واحد ياخد حق بس هي دي الفكرة بس نرجع ونقول انه كان فيه خطأ في التنفيذ لكن بالتالي الخطأ بقى الاكبر هو الفرمن حقه يرجع للمشهد ده هذه النقطة اللي الناس مختلفة عليها سألت انا الحكم الدولي السابق يورس ماير قلت له ايه رأيك في اللقطة دي فقال لي انه انا شايف انه القرار صحيح لان الكورة ما تلعبتش صح القرار بتاع انه ان الفار يتدخل لا ما هو راح بقى قال لي لكن بعد ما قال لي ان القرار صحيح ان الكورة غلط لكن ده قرار المفروض يكون قرار الحكم الساح طيب فهي معرفة انه اه فيه غلطة بس مش الفار هو اللي يحكم فيه وبالتالي دي مشكلة ما هي نقطة الخلاف في ايه انه مدام اللعب استمر والهاج ما انتهت يبقى القرار قرار حكم الساح طيب مدام الفار نادى هالحكم فاكتشف ان فيه غلطة مش المفروض زي مثلا لما الفار ينادي حكم ويقول له انا شايف ان فيه طرد وما يكون شدة انذار اساسا فيكتشف ان لا المشهد ده محتاج له انذار فيدي انذار رغم ان الفار سلطته انه يقول لك فيه طرد ماشي هي اعتبرها هي في الاخر لا بص يعني اللي انا اعرفه او اللي انا افهمه انه لو نداه لك تشوف يبقى انت اللي هتقرر اه مية في المية انا ده حصل معايا في المطش بتاع الكاس بتاع المؤولين اه يعني كان فيه حالة كده العيب من عندي في كرة مشتركة واللعب استمر واللعب والهاجمة كملت وتمام وبعدها يعني اول ما اللعب وقف الفار نداه للحكم رشا في الكرة وده طرد مباشر للعيب يعني انا ده موقف انا اعدت به فبادم هو نداه له يبقى القرار قرار الحكم عكس ما انت بتشوف في حالات تانية يعني مثلا النهاردة النهاردة في الجون التاني بتاع النادي الاهلي ايوا محمد صباحي مراحش الفار فضل يسمع 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 والفار هو اللي قرر قال له الجون صح مزبوط ولا مش مزبوط صح فهي حتة ان هو بيندهلك اللقطة دي انا ايه الهدف انا شايف انا شايف ان احسام حاسم متداخل بس ما لمس الكورة بس متداخل ما هو فيه نقطة فيه نقطة مختلفة في الحتة بتاعة الوفصايد اعا فيه ناس بتقولك بدم اه خد انتباه الجون او هو مشارك في اللعبة يبقى اوفصايد اعا وفيه وفيه بند في القانون بيقولك ان النهاردة الوفصايد لازم اللعيب يلمس الكورة عشان تبقى اوفصايد نفس الخصو مش عكس بعض مش عكس بعض يعني مثلا احدي لك مثال فيه اوقات انت بتعمل باص امامي للعيب بيبقى اوفصايد وبيسيب الكورة بييجي واحد من تحت يسلم الكورة تمام ممكن يكون الحاكم او الفار شايف شايف نادي انه كده بس طبعا في الاخرة بتاعة حسام حسام متداخل فالفكرة هو اوفصايد ولا مش اوفصايد انا والله بجد انا مش موضوع مش عشان نادي الاهلي يعني انا فعلا فيه نقط فعلا في القانون وفي تطبيق اوفصايد بالذات لا الناس مختلفة فيها بشكل جدير جد مفيش ولا حكم مصري حكم ساحة في كأس العالم مزعجة جدا دولة بعراقة مصر على مستوى كرة القدم بتاريخنا على مستوى القاري والمحلي والدولي ومنبقاش موجودين في كأس العالم حتى لو هي بتمشي تربطات ومين دعم مين ففي الاخر برضو او امر يدل على ان احنا فيه مشكلة لازم نركز معاها من خلال حكام ده والله بص يا هاني هي حاجة تحزن طبعا بس في نفس الوقت انت الجدل اللي حاصل عندك في المسابقة المحلية واللغبات اللي حصلة في القرارات والهجوم اللي بيتامل على الحكام الكلام ده لو بيوصل اعتقد ان ده يعني اعتقد ان ده يبقى شيء طبيعي او القرار ده يبقى شيء طبيعي لان احنا برضو انا عشان كده بقول لك الحتة اللي هي بتاعت تقييم الحكام بعد المباراة والان انا اجيب الحكم ويعني وفنت كل الحالات اللي حصلت في المباراة وقول ده غلط وده صح ده انت لو بتشوف استوديوهات بتسمع كلام في استوديو بتسمع عكس في استوديو تاني فلا لا انا شايف ان هي برضو ازمة ويعني عايزين نتخطاها لان برضو يعني يعني ما ينفعش ان احنا برضو نبقى في الطولة كبيرة زي ده وحدث كبير زي ده ما يبقاش عندنا حكم ساحة موجود بمناسبة الكلام عن الحكام فالكاف قاعدنا النهاردة حكام مباراة الاهلي مع الوداد في نهاي دوري ابطال افريقيا ليقود طاقم التحكيم بكتور جوميز الحكم على الجنوب افريقي خلي بالكم لانه مش سهل التعامل مع جوميز مش بتكلم على الناحية الفنية لكن بيعرف يستفزك ويخرجك عن شعورك لو عايز يعني بيتجدل معك وبيتعصب عليك وانت بتتكلم معاه فما تدخلش المباراة وانت متوقع السيء لانك لو واجهته بالسيء هيديلك فعلا الاسود ده ده تجربتي انا مع جوميز كحكم هو فنيا مش سيء لكن يستفزك بسهولة اخي لي سويلة من جنوب افريقيا حكم مساعد اول سورو فاتسوني من ليسوتو حكم مساعد تاني وهيلدر مارتنيز الحكم الانجولي والحكم الرابع بملكة سيمة يقود تحكيم الفيديو من ايام كان فيه اسماء الحكم كانت كلها شبيهة لكن غير الرسمي يعني كان هيثم قيرات التونسي هو حكم الفيديو الاول لكن الرسمي النهاردة ان حكم الفيديو الاول هو بملكة سيمة ومساعد الحكم الاول للفيديو محمد عبدالله ابراهيم السوداني والتونسي هيثم قيرات اصبح مساعدا ثانيا للحكم طبعا جوميز هو صاحب التسعة وثلاثين عاما دولي من ألفين وحداشر للأهلي أدار ثماني مباريات فازة فيها الأهلي في خمس وخسرة وخسرة في ثلاث أشهر سبع كروت صفراء للعيب الأهلي وخمس كروت صفراء للعيب المنافس أدار للأهلي لقاء الأهلي والوداد في إياب نص نهاية عشرين عشرين اللي توج بالأهلي وفاز وقتها ثلاثة واحد في اللقاء أدار مباراتين للوداد تعادل الوداد في واحدة وخسرة ثانية وده فال كويس أشهر خمس كروت صفراء للعيب الوداد ومثلهم للمنافسين وشكرا ده فيما يخص التحكيم الماتش ده قبل ما يروح له يا كابتن عمر الأهلي طلب المبارات تأجل بتاع إسترن كومباني الربطة رفضت الأهلي اقترح طب نلعب من غير الدوليين في التوقف الدولي لو الكابتن إيهاب جلال مش هيوافق يدينا الدوليين شايف المفروض الموضوع ده يدار إزاي أنا شايف المبارات لازم تتأجل تتأجل يعني زي ما حصل مع الوداد والمبارات بتاعته كلها متأجلها لحد الماتش الفاينال بتاع يعني هو الفكرة معلش يعني النادي الأهلي قريدي بيلعب كل 72 ساعة والسالة فاتت كان بيلعب كل 48 ساعة لو أنت النهاردة بتأجلي مباراة أنا اللي طالب أن أنا أأجلها تمام أتحمل بقى العواقب بعد كده مظبوط تيجي بقى تلعبني بقى إن شاء الله تلعبني كل يومين كل تلات أيام ما أنا اللي طالب مظبوط بس أنت النهاردة كالتحاد كورة أو كلجنة أو كاربطة لازم توقف مع النادي وخصوصا أن أنت شايف الحالة اللي بيمر بيها الفريق دلوقت يعني لما فريق النهاردة بيلعب مقشين في الدوري نقص 12 لعيب وبيجيب لعيبة بيوظفها في أماكن مش أماكنها وبيجيب لعيبة بقى لها يعني النهاردة مثلا أنت بتكلمني على أحمد كوكا أحمد دبيل كوكا ده واحد رجع هايل بالنسبة بالنسبة للعيب رجع من مرض وبقاله فترة ما بيلعبش ويقدي 90 دقيقة بالشكل ده وبيلعب في ظروف زي دي بالزبط بالزبط فأنت ده دي حاجة تحسب للعيب إنما أنت النهاردة أنت فين دورك أن أنت تساعدني أن أنت توصلني أن أنا أوصل للفاينال وأنا بلعب فول تيم وأنا مدنيا وقف على رجلي كويس وأنا مش مضغوط في مباريات وأنا ده دور التحاد الكرة ده دور ربطة الأندية فالطبيعي أن أنت النهاردة يعني خلي بالك الطلب اللي طالب الربطة هتقول لك أنا رفضت كل طلبات التأجيل لكل الأندية لكل الأسباب خلال الفترة الماضية أيها معلش بس ده فاينال بيتلاعب مرة في السنة نادي الأهلي لما يكسب بطولة الفريقيا دي حاجة لمصر مش للنادي الأهلي الوحد فالطبيعي أن أنت يعني تساهم في الحدث ده والطبيعي أن أنت النهاردة بعد ما يحصل يعني بعد الماتش وما يخلص حد دلوقت اللي ينسبك يعني حتى لو حتضغط النادي الأهلي في مباريات بعد كده ما فيش مشكلة إنما أنت النهاردة عشان نادي يطلب إنه يأجل مباراة ويلعبها في توقف الدولي من غير الدوليين ما هو ده كلام مش مظبوط ما هو اللايحة أصلا بتاعت الاتحاد الدولي إنه أي بالزبط إنه النهاردة اللايحة بتاعت الاتحاد الدولي بتقول إنه أنت أي فريق عنده أكتر من أربع لعيبة أو أربع لعيبة في المنتخب ما يلعبش مباراة الرسمية برضو وقترح الأهلي حاجة زي بص يا هاني أنا أنا كنادي بشترك في بطولة رسمية مش المفروض إن أنا ألعب ولا ناقص حد ألعب ولا ناقص حد لما يكون مصاب لما يكون موقوف لما يكون مستقع أياً كيف إنما مش مش اللايحة بتاعت المسابقة تستبعد للعيبة عشان مش حاجة تأجيلي ماتش لأ معلش ده الأهلي بيقترح مش الربط معه الأهلي بيقترح لأنه مضغوط لأنه في ظروف قهرية خمس بتيام مش كافية ما بين ماتش البنك إذا أقيم في موعده وماتش الوداد الفاينل في الضغط اللي انت فيه ده واللعيبة اللي راجع من الإصابات دي لا مش كفاء طب أنا حسأل سؤال تاني خالص هو أنا النهاردة لما جاء نلعب مباراة قبل الفاينل بخمس بتيام وأنا اللي مسافر خلي بالك الوداد اتأجله الماتشاط وهو حيلعب في بلده على فكرة في إسبانيا ريال مدريد من كم يوم كان عنده ماتش ريال بيتيس اتقدم بقى يتلعب الجمعة عشان يخد فترة أطول على الفاينل علشان مباراة الفاينل بما أنه حسم حسم الدولي ده المختلف بس عن مصر لأنه هنا المسادية الأخرى ممكن هي لتأخدها بطريقة دي راحة لمنافسي احنا هنا لسه بنلعب في الضغط الأول يعني نادي الأهلية عنده ماتشاط في الضغط الأول لسه مالعجهز فأنت عندك الموسم طويل جدا عندك النهاردة لو أنت المباراة دي حتحطها في أي وقت بعد المباراة حطها في الوقت اللي أنت عايز إنما أنت ما تكبرنيش أن أنا أطلب منك طلب أن أنا ألعب من غير اللعبة الدولية أنا مش المفروض أن ألعب في مسابقة رسمية من غير اللعبة الدولية بتاعتي فده مش عايز أقول ده تعنت أو أنا عايز أقول ده أن أنت خلاص خدت موقف أي موقف في الدنيا ممكن يبقى فيه استثناءات لما يكون أنا دي مباراة هتتلعب في السنة دي مباراة هيتحدد عليها لقب بطولة كلنا محتاجينها وكلنا عايزينها مش الناد اللي ألي بس اللي عايز فالطبيعي أني يبقى فيه استثناءات دي أنا ما عنديش فيها مشكلة وأنا الكلام ده كنت أقوله لو نادزة مالك بيلعب في نفس المسابقة لو بيراميز بيلعب لو المصري أي أن كان إحنا برضو خلي بالك ما عندناش نوعية اللعبة اللي هي تستحمل أنها تلعب كل تلاتة أيام وكل أربعة أيام ومباراة بالضغط العصف أنت النهاردة بتلعب تسعين ديئة أو إلى خمسة وتسعين ديئة اللعبة فيها ضغط عصف على الفريتين أنا بكلمش عن نادي الآلي بس مفهول يعني الضغط النفسي وضغط العصبي ده ياخد منك يعني مش أقل من تلاتين في المية من مجهودك ومن تركيزك فأنت رايحة لأبطولة رايحة على أجواء صعبة جدا يعني الناس كلها شافت النادي الآلي لما لعب في السيمي فاينال كانت الأجواء هناك عاملة إزاي وكان الجو مشحول إزاي وكان الضغط الجماهير يعمل إزاي لأن انت النهاردة مهما طلع جمهور من عندك عمره ما هيقدر ياخد واحد على عشرة من الساعة بتاعة الإستاذ لكن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم النهاردة تكلم في تصريحات إذاعية عبر راديو مارس المغربي اتكلم عن نقطة الجماهير دي واتكلم عن العلاقة ما بين مصر والمغرب على المستوى الكروي والأهلي والوداد الطرق لإقامة مباراة طريق بنهائي دوري أبطال إفريقيا وكيف فازت المغرب بصدافة النهائي قال إنه ده وفقا للوائح الخاصة بالكاف وبطريقة ديمقراطية قال حينما تم الإعلان عن ملعب نهائي أفريقيا كانت كنت في مصر وتم الإعلان وقتها أيضا عن ملاعب مباريات ومناسبات أخرى كانوا خمس مناسبات تابعة للكاف قال إن العلاقة بالتصويت قال إن العلاقة بين الاتحاد المصري والمغربي رائعة وفي كل مرة أذهب إلى مصر أشعر أنني في بلدي الثاني كنت في زيارة مؤخرا إلى مصر وشاركت المسؤولين هناك لاحتفال بتدشين المقر الجديد للاتحاد المصري قال إن الجميع يتذكر موقف الاتحاد المغربي خلال اجتماعك في غانا عندما نالت مصر شرف تنظيم بطولة أهم أفريقيا وقال إن مصر ساعتها نظمت أحسن نسخة من أهم أفريقيا قال حينما تقدمنا بملفص اضافة نهائي العام الماضي لم نشتكي ولم نبكي لما موصلناش للفاينل واستقبلنا أشقاءنا في الأهلي واحتفلنا معهم وتركت مكاني في منصة التتويج لمحمود الخطيب رئيس الأهلي قال إن السلطات المغربية ستحضر لاستقبال الأشقاء من جمهور الأهلي بأفضل شكل مع اتخاذ كافة الإجراءات من أجل تسهيل عملية الدخول إلى ملعب المباراة هنا بيرد على طلب الأهلي بخصوص الفيز والتأشيرات قال إن سنقدم صورة راقية على المستوى الرياضي والتنظيمي والجميع سيكون في بلده الثاني كيف ترى هذه التصريحات وماتش الوداد نفسه كابتن عمر أنا بقول لك الكلام كويس وكلام سهل يعني يعني هو بس السؤال هو الكلام ده كان حيتقال لو المباركة هتلعب في مصر كان حيتقال كده نفس الكلام ده ما كانش حيتقال نفس الكلام ده وكان حيعمل نفس اللي عمله النادي الآن حيتقدم بطلب وأنا عايز المباراة وكان في ملعب محايد الكلام بص يعني لما تيجي تتكلم في حاجة بعد ما قرر يعني بعد ما قرر يتاخد ويعتمد وكده هتتكلم زي ما أنت عايز ضجيج وخلص بالضبط حتة الجمهور والناس هتخشوا دي ما عندناش فيها مشكلة ما عندناش مشكلة خلي بالك مع النادي ولا عندنا مشكلة مع الجمهور بس أنت النهاردة لا معلش الجمهور لما يكون متحمس ويكون هو واخد 90% من المدرج ده قصة تانية خالص دي لسه لم تحسم أعتقد دي أن الأهل طلباته واضحا يبقى فيه نصف الساعة والنهاردة طيب كرر طلبه للكاف يعني هل النهاردة لو الكاف سمح بـ 50-50 هل أنت عندك المقدرة أن أنت هتنلل لا أنا بص خلينا عشان بقولك الكلام بالضبط الكلام سهل أنا ما عنديش مشكلة مع الكلام وما عنديش مشكلة أن المباراة تتلاقي بينك بس زي ما بيحصل في كل حتة في الدنيا يبقى مكان الفاينال معلن من قبل البطولة ما تتلاقي ساعتها ما حدش هيعترض ولا حد إنما ما تجيش مع احترامي للكاف ومع احترامي للمغرب ومع احترامي لأي حد إن أنا بعد ما فريق يوصل للفاينال أحط الملعب بتاع المباراة وبعد كده أقول لا ده تعمل قبل كده وتعمل تصويت وتعمل 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 يعني منعا للإحراج ومنعا للجدل كان على الاتحاد بدري بدري دي الفكرة يعني أنا معترف إن إحنا كنا نفوض نبعث ملف استضافة لكن المشكلة كلها دلوقتي هي في اختيار ملعب المغرب بعد ذهاب نصف النهائي ده اللي بيثير الشمهات بص يا هاني احنا طول عمرنا رد فعل ما احناش فعل واحنا يعني للأسف الشديد على مدار التاريخ ما بنتعلمش من الأخطار دايما هنبدأ الرد فعل حصل كذا فنتحرك بعد ما يحصل كذا إنما فين انت من الأول ده مش موجود فأتمنى إن بعد كده مع الوقت إن إحنا نبقى فعل ما نبقاش رد فعل اتضمت وده سؤال الأخير من إن مبابي قعد في باريس سان جرمان مراحش الريال لا أنا كنت متوقع كنت متوقع طبعا ليه عشان الإغراءات المادية فلوس طبعا طبعا بص الطريقة اللي ماشي بيها باريس سان جرمان وطريقة اللي ماشي بيها منشستر سيتي مش هتخلي أي حد ينفسهم في ضم أي لعيب هم عايزين يعني طريقة الفلوس ودفع الفلوس والأرقام اللي هم بيدفعوها لا مش هتخلي حد مش هتخلي أي نادي يقدر ياخد لعيب هم الناديين دول عايزين ياخدوه فلا أنا كنت متوقع من الأول إنه هيكمل وإن هي وسيلة ضغط عشان ياخد الرقم اللي هو عايزه يعني هي ورقة هو لعيب ديها صح بس عموما هي الخناقة بدأت لسه دي مش نهايتها استمرار مبابي مع فاريس سان جرمان وعدم انتقاله للريال هل الريال هيفضل على أمله أن يضمه حتى لو بعد سنتين ثلاثة زي ما حاول في 2017 فاستنى لـ 2022 فيحاول تاني في 2025 ولا أفش عليه خلاص فمش عايزه تاني وحلم الطفورة اللي انت عايزه بتشتغلنا به مش عايزينك لأن خناها أيما دلوقتي على مستوى اللي جا بيطلعوا بيان بيقولوا للي ويفا شوف لنا باريس سان جرمان بيبوز لنا الكورة والفلوس دي غلط وده هيبوز لنا مئات وعشرات الأم يعني الكلام لأنا قلو لك لكن هو في أوروبا يعني الدنيا بتمشي اللي مش عاجبني بهجمه واللوايح بتتفصل يعني ده بالستاندرد بشكل واضح وبعدين انت بتقول اللي هم بعد كده انت الله اعلم في عشرين خمسة عشرين هو نفسه هيبعمل ازاي والمين اللعيبة اللي هتبقى موجودة انت لو بتسألنا النهاردة فنيا هو ريال مادريد مش محتاجه لا محتاجه انت عندك معلش رودريجو وفينيسيوس آه واعدين لكن مش مباكبين بص السنة اللي فاتت فينيسيوس كان مش هو ده اللي موجود مع اللعب ايه اللي حصل بقى نمر واحد مظبوط النهاردة انت لما هتجيبه هو ده بيلعب مكان ده هتقعد مين في الاتنين ولو لعبته مهاجم صريح هتقعد بنزيمة اللي هو بيمر بافضل فترات حياتك ارى بيعتزل انا فاهم انا فاهم بس انا بتكلم دلوقتي اي انا بتكلم على الموسم ده انا بقللش من المبيه ولا بقول ان ريال مادريد انه هو مايلعبش في ريال لا انا بتكلم على التوقيت دلوقتي بس كابتن عمر بشكرك جدا نورتني وكالعادة ببسط بالقعدة من حضرتك انا اللي بشكرك ومبسوط ان انا معاك انت عارف شكرا ان حضرتك نورتني نورناك كابتن عمر انور قبل الختام اقولكم ان ليبزيج تويجة باول بطولة كأس الماني في تاريخه بعد ما كسب فرايبورج بركارات الترجيح بنتيجة اربعة اتنين بتسعة لاعبين لان اضطرت منه لعيب في الديئة سبعة وخمسين واضطرت منه لعيب تاني في الاكسترا تايم الديئة 18 لما كانت النتيجة واحد واحد وصلوا لركارات الترجيح وفازا لايبزيج وظهرت صورة الراحل المصري عمر فاهمي محبوب الجماهير المصرية في مدرجات فرايبورج الالترس هناك كنوع من دعم الراحل ربنا رب يرحمه ويلحقنا به في الجنة عمر فاهمي الامين العام السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم غدا باذن الله لقاء جديد الساعة 11 على شاشة صدق البلد فاتحات كل فريد عمل في الماتش وتحياتي هاني حتحوت الى اللقاء